الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب ثلاثة بناء الامر الصفحة التاشعة والستون بعد المئة يبنى الامر على السكون وهو الاصل في بنائه وذلك ان اتصل بنون النسوة نحوه اكتبنا او كان معتل الاخر ولم يتصل به شيء وعلى خذف النون ان كان متصلا بالف الاثنين او والجماعة اوياء المخاطبة وعلى الفتح ان اتصل به احدى نوني التوكيد كاكتبا واكتبنا واذا اتصلت نون التوكيد المشددة بضمير التثنية او واو الجماعة اوياء المخاطبة في الامر ثبتت الالف معها وكسرت النون نحو اكتباني واني وحدفت الواو والياء حذرا من التقاء الساكنين نحو اكتبنا واكتبنا ويبقى الامر مبنيا على حذف النون والدمير المحذوف لالتقاء الساكنين هو الفاعل وكذا ان اتصلت النون المخففة بالواو اولياء نحو اكتب واكتب اما بالالف فلا تتصل فلا يقال اكتبان عنوان اربعة اعراب المضارع وبناء الصفحة السبعون بعد المئة اذا انتظم الفعل المضارع في الجملة فهو اما مرفوع او منصوب او مجزوم وعرابه اما لفظي واما تقديري واما محلي وعلامة رفعه الضمة ظاهرة نحو يفوز المتقون او مقدرة نحو يعلو قدر من يقضي بالحق ونحو يخشى العاقل ربه وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة نحو لن اقول الا الحق او مقدرة نحو لن اخشى الا الله وعلامة جزمه السكون نحو لم يلد ولم يولد وانما يؤرب المضارع بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما ان كان صحيح الاخر ولم يتصل باخره شيء فان كان معتل الاخر غير متصل به شيء جزما بحذف آخره نحو لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو وتكون علامة جزمه حذف الآخر وان اتصل بآخره ضمير التثنية او واو الجماعة او واو المخاطبة فهو معرب بالحرف بالنون رفعا نحو يكتبان ويكتبون وتكتبينا وبحذفها جزما ونصبا نحو ان يلزموا مع صية الله فلم يفوجوا برضا وان اتصلت به احدى نوني التوكيد او نون النسوة فهم ابني مع الاولين على الفتح نحو يكتبان ويكتبنا ومع الثالثة على السكون نحو الفتيات يكتبنا ويكون رفعه ونصبه وجزمه حينئذ محليا فان لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية او واو الجماعة او ياء المخاطبة لم يكن مبنيا بل يكون معربا بالنون رفعا وبحذفها مصبا وجزما ولا فرق بين ان يكون الفاعل لفظيا نحو يكتباني او تقتيريا نحو يكتبنا وتكتبنا لان الاصل تكتبوننا وتكتبيننا حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث نونا نون الرفع ونون التوكيد المشددة ثم حذفت واو الجماعة وياء المخاطبة كراهية اجتماع ساكنين الضمير والنون الاولى من النون المشددة واعلم ان نون التوكيد المشددة ان وقعت بعد الف الضمير ثبتت الالف وحذفت نون الرفع دفعا لتوالي النونات غير ان نون التوكيد تكسر بعدها تشبيها لها بنون الرفع بعد ضمير المثنى نحو يكتباني يكتباني وان وقعت بعد واو الجماعة او ياء المخاطبة حذفت نون الرفع دفعا لتوالي الامثال اما الواو والياء فان كانت حركة ما قبلهما الفتحة ثبتتا وضمت الواو الجماعة وكسرت ياء المخاطبة وبقي ما قبلهما مفتوحا على حاله فتقول في يخشونا وترضينا تخشونا وترضينا وان كان ما قبل الواو مضموما وما قبل لياء مكسورا حذفتا حذرا من التقاء الساكنين وبقيت حركة ما قبلهما فتقول في تكتبونا وتكتبونا وتغزونا وتغزينا تكتبونا وتكتبونا وتغزونا وتغزينا واذا وليا نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألف كراهية الدوال النونات نحو يكتبناني أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة وحكم نون التوكيد مع فعل الأمر كحكمهما مع المضارع في كل ما تقدم عنوان المضارع المرفوع الصفحة الثانية والسبعون بعد المياه يرفع المضارع إذا تجرد من النواصب والجوازم ورافعه إنما هو تجرده من ناصب أو جازم فالتجرد هو عامل الرفع فيه فهو الذي أوجب رفعه وهو عامل معنوي كما أن العامل في نصبه وجزمه هو عامل لفظي لأنه ملفوظ وهو يرفع إما لفظا وإما تقديرا كما سلف وإما محلا إن كان مبنيا نحو لأجتهدنا ونحو الفتيات يجتهدنا عنوان المضارع المنصوب ونواصب الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئة ينصب المضارع إذا سبقته إحدى النواصب وهو ينصب إما لفظا وإما تقديرا كما سلف وإما محلا إن كان مبنيا مثل على الأمهات أن يعتنينا بأولادهن ونواصب المضارع أربعة أحرف وهي واحد أن وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال نحو يريد الله أن يخفف عنكم وسميت مصدرية لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر فتأويل الآية يريد الله التخفيف عنكم وسميت حرف نصب لنصبها المضارع وسميت حرف استقبال لأنها تجعل المضارع خالصا للاستقبال وكذلك جميع نواصب المضارع تمحضه للاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال والاستقبال ولا تقع بعد فعل بمعنى اليقين والعلم الجازم فإن وقعت بعدما يدل على اليقين فهي مخففة من أن والفعل بعدها مرفوع نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أي أنه لا يرجع وإن وقعت بعدما يدل على ظن أو شبهه جاز أن تكون ناصبة للمضارع وجاز أن تكون مخففة من المشددة فالفعل بعدها مرفوع وقد قرئت الآية وحسبوا ألا تكون فتنة بنصب تكون على أن أن ناصبة للمضارع وبرفعه على أنها مخففة من أن والنصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل بلا نحو أحسب الناس أن يتركوا والرفع والنصب سواء عند الفصل بها كالآية الأولى فإن فصل بينهما بغير لا كقد وسين وسوف تعين الرفع وأن تكون أن مخففة من المشددة نحو ظننت أن قد تقوم أو أن ستقوم أو أن سوف تقوم واعلم أن أن الناصبة للمضارع لا تستعمل إلا في مقام الرجاء والطمع في حصول ما بعدها فجاز أن تقع بعض الظن وشبهه وبعد ما لا يدل على يقين أو ظن وانتنع وقوعها بعد أفعال اليقين والعلم الجازم لأن هذه الأفعال إنما تتعلق بالمحقق فلا يناسبها ما يدل على غير محقق وإنما يناسبها التوكيد فلذا وجب أن تكون أن الواقعة بعدها مخففة من المشددة المفيدة للتوكيد اثنان لن وهي حرف نفي ونصب واستقبال فهي في نفي المستقبل كالسيني وسوف في إثباته وهي تفيد تأكيد المضارع لا تأبيده وأما قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا فمفهوم التأبيد ليس من لن وإنما هو من دلالة خارجية لأن الخلق خاص بالله وحده وهي على الصحيح مركبة من الله النافية وأن المصدرية الناصبة للمضارع وصلت همزتها تخفيفا وحذفت خطا تبعا لحذفها وقد صارت كلمة واحدة لنفي الفعل في الاستقبال إذن وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال تقول إذن تفلح جوابا لمن قال سأجتهدوا وقد سميت حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق وسميت حرف جزاء لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق وقد تكون الجواب المحت الذي لا جزاء فيه كأن تقول لشخص إني أحبك فيقول إذن أظنك صادقا فظنك الصدق فيه ليس فيه معنى الجزاء لقوله إني أحبك وأصلها عند التحقيق إما إذا الشرطية الظرفية حذف شرطها وأوض عنها بتنوين العوب فجرت مجرى الحروف بعد ذلك ونصبوا بها المضارع لأنه إن قيل لك آتيك فقلت إذن أكرمك فالمعنى إذا جئتني أو إذا كان الأمر كذلك أكرمك وإما مركبة من إذ وأن المصدرية فإذا قال قائل أزورك فقلت إذن أكرمك فالأصل إذ أن تزورني أكرمك ثم ضمنت معنى الجواب والجزاء أما كتابتها فالشائع أن تكتب بالنون عاملة ومهملة وقيل تكتب بالنون عاملة وبالألف منونة مهملة أما عند الوقف فالصحيح أن تبدل نونها ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب كما أبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف كذلك أما رسمها في المصحف فهو بالألف عاملة ومهملة ورسم المصحف ورسم المصحف لا يقاس علي كخط العروضيين وقد سبق الكلام على ذلك وهي لا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط الأول أن تكون في صدر الكلام أي صدر جملكها بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها وذلك كأن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها نحو أنا إذا أكى في أكى أو جواب شرط النحو انت زرني إذا أزرك أو جواب قسم النحو والله إذا لا أفعل فإن قلت إذا والله لا أفعل فقدمت إذا على القسم نصدت الفعل لتصدرها في صدر جملتها ومن عدم تصدرها لوقوعها جواب قسم قول الشاعر لإن جاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها فقد رفع أقيل لأن إذا لم تتصدر لكونها في جواب قسم مقدر دلت عليه اللام التي قبل إن الشرطية والتقدير والله لإن جاد لي وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه وقد أهملت إذا لوقوعها بين القسم وجوابه لا بين الشرط وجوابه كما قاله بعضهم لأنه إذا جتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما وجواب المتأخر محذوف لدلالة جواب الآخر عليه وإذا سبقتها الواو أو الفا جاز الرفع وجاز النصب والرفع هو الغالب ومن النصب قوله تعالى في قراءة غير السبعة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا وقوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤت الناس نقيرا وقرأ السبعة وإذا لا يلبثون وإذا لا يؤتون بالرفع وإذا قلت إن تجتهد تنجح وإذن تفرح جزمت تفرح وألغيت إذن إن أردت عطفه على الجواب تنجح فيكون التقدير إن تجتهد تنجح وتفرح وذلك لعدم تصدرها ورفعته أو نصبته إن أردت العطف على جملة الشرط والجواب معن لأنهما كالجملة الواحدة وإنما جاز الوجهان لوقوعها بعد الواو ويكون العطف من باب الجمل لا من باب عطف المفردات فتكون حينئذ صدر جملة مستقلة مسبوقة بالواو فجوز الوجهان رفع الفعل ونصبه فإن كان شيء من ذلك ألغيتها ورفعت الفعل بعدها إلا إن كان جواب شرط جازم فتجزمه كما رأيت ونحو إن تجتهد إذن تلقى خيرا فعدم التصدير المانع من إعمالها إنما يكون في هذه الموادع الثلاثة لا غيره الثاني أن يكون الفعل بعدها خالصا للاستقبال فإن قلت إذن أظنك صادقا جوابا لمن قال لك إني أحبك رفعت الفعل لأنه للحال الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم ولا النافية فإن قلت إذن هم يقومون بالواجب جوابا لمن قال يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم كان الفعل مرفوعا للفصل بينهما بغير الفواصل الجائزة ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك إذن أنتظرك في جواب من قال لك سأزورك فإذن هنا مصدرة والفعل بعدها خالص للاستقبال وليس بينها وبينه فاصل فإن فصل بينهما بالقسم أو لا النافية فالفعل بعدها منصوب فالأول نحو إذن والله أكرمك وقول الشائر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب والثاني نحو إذن لا أجيئك وأجاز بعض النحات الفصل بينهما في حال النصب بالنداء نحو إذن يا زهير تنجحا جوابا لمن قال سأجتهد وأجاز ابن عصفور الفصل أيضا بالظرف والجار والمجرور فالأول نحو إذن يوم الجمعة أجيئك والثاني نحو إذن بالجد تبلغ المجد وقد جمع بعضهم شروط إعمالها والفواصل الجائزة بقوله أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقط فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بجلف إلا بحلف أو نداء أو بلا وفل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس نبل وبعضهم يهمل إذن مع استيفائها شروط العمل حكى ذلك سيبويه عن بعض العرب وذلك هو القياس لأن الحروف لا تعمل إلا إذا كانت مختصة وإذن غير مختصة لأنها تباشر الأفعال كما علمت والأسماء مثل أأنت تكرم اليتيمة إذن أنت رجل كريم أربعة كي وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال فهي مثل أن تجعل ما بعدها في تأويل مصدر فإذا قلت جئت لكي أتعلم فالتأويل جئت للتعلم وما بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام والغالب أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم فإن لم تسبقها فهي مقدرة نحو استقم كي تفلح ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة أو يكون منصوبا على نزع الخافض عنوان النصب بأن مضمرة الصفحة الثامنة والسبعون بعد المئة قد اختصت أن من بين أخواتها بأنها تنصب ظاهرة نحو يريد الله أن يخفف عنكم ومقدرة نحو يريد الله ليبين لكم أي لأن يبين لكم وإضمارها على ضربين جائز وواجب واحد إضمار أن جوازا تقدر أن جوازا بعد ستة أحرف واحد لام كي وتسمى لام التعليل أيضا وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وإنما يجوز إضمار أم بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة فإن اقترنت بإحداهما وجب إظهارها فالنافية نحو لألا يكون للناس على الله حجة والزائدة نحو لألا يعلم أهل الكتاب اثنان لام العاقبة وهي اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه كما في لام كي وتسمى لام الصيرورة ولام المآل ولام النتيجة أيضا نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والفعل بعدها تين اللامين في تأويد مصدر مجرور بهما وأن المقدرة هي التي سبكته في المصدر فتقدير قولك جئت لأتعلم جئت للتعلم والجر والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما واعلم أن الكوفيين يقولون إن النصب إنما هو بلا مكي ولام العاقبة لا بأن مضمرة وهو مذهب سهل خال من التكلف وعليه ما شينا في كتبنا المدرسية تسهيلا على الطلاب ثلاثة وأربعة وخمسة وستة الواو والفاء وثم وأو العاطفات إنما ينصب الفعل بعدهن بأن مضمرة إذا لزم عاطفه على اسم المحط أي جامد غير مشتق وليس في تأويل الفعل كالمصدر وغيره من الأسماء الجامدة لأن الفعل لا يعطف إلا على الفعل أو على اسم هو في معنى الفعل وتأويله كأسماء الأفعال والصفات التي في معنى الفعل فإن وقع الفعل في موضع اقتضى فيه عطفه على اسم محض قدرت أن بينه وبين حرف العطف وكان المصدر المؤول بها هو المعطوف على اسم قبلها فمثال الواو يأبى الشجاع الفرار ويسلم أي وأن يسلم والتأويل يأبى الفرار والسلام ونحو لولا الله ويلطف بي لهلكت أي وأن يلطف بي والتأويل لولا الله ولطف بي ومنه قول ميسون ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف أي لبس عباءة وقرة عيني ومثال الفائي تعبك فتنال المجد خير من راحتك فتحرم القصد أي خير من راحتك فحرمانك القصد ومنه قول الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على طربي أي لولا توقع معتر فإرضاؤه ومثال ومثال ثم يرضى الجبان بالهوان ثم يسلم أي يرضى بالهوان ثم السلام ومنه قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كثور يضرب لما عافت البقر أي قتلي سليكا ثم عقلي ومثال أو الموت أو يبلغ الإنسان مأمله أفضل أي الموت أو بلوغه الأمل أفضل ومنه قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أي إلا وحيا أو إرسال رسول فأن في جميع ما تقدم مقدرة والفعل منصوب بها وهو مؤول بمصدر معطوف على الاسم قبله كما رأيت انتهى الوجه الأول ما كان الله ليظلمهم ونحو لم يكن الله ليغفر لهم فيظلم ويغفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا والفعل بعدها مؤول بمصدر مجرور بالله وخبر كان ويكن مقدر والجر والمجرور متعلقان بخبرها المقدر والتقدير ما كان الله مريدا لظلمهم ولم يكن الله مريدا لتعذيبهم فإن كانت تامتين جاز إظهار أن بعدها لأنها حين إذن لا متعليل نحو ما كان الإنسان ليعصي ربه أو لأن يعصيه أي ما وجد ليعصيه إثنان فاء السببية وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها وأن ما بعدها مسبب عما قبلها كقوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطعوا فيه فيحل عليكم غضبي فإن لم تكن الفاء للسببية بل كانت للعطف على الفعل قبلها أو كانت للاستئناف لم ينص بالفعل بعدها بأن مضمرة بل يُعرب في الحالة الأولى بإعراب ما عطف عليه كقوله تعالى لا يؤذن لهم فيعتذرون أي ليس هناك إذن لهم ولا اعتذار منهم ويرفع في الحالة الأخرى كقوله سبحان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أي فهو يكون إذا أراد فجملة يكون ليست داخلة في مقول القول بل هي جملة مستقلة مستأنفة ومنه قول الشار ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق أي فهو ينطق إن سألته ثلاثة وعو المعية وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنى مع تفيد المصاحبة كقول الشعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فإن لم تكن الواوي المعية بل كانت للعطف أو للاستئناف فيغرب الفعل بعدها في الحالة الأولى بإعراب ما قبله نحو لا تكذب وتعاشر الكاذبين أي ولا تعاشرهم ويرفع في الحالة الأخرى نحو لا تعص الله ويراك أي وهو يراك والمعنى هو يراك فلا تعصه فالواو ليست للمعية ولا للعطف بل للاستئناف وخلاصة القول أن إعراب الفعل بعد الفاء والواو يتوقف على مراد القائل فإن أراد السببية فالنصب وإن أراد العطف فالإعراب بحسب المعطوف عليه وإن لم يرد هذا ولا ذاك بل أراد استئناف جملة جديدة فالرفع وليس المراد بالاستئناف قطع الارتباط بين الجملة في المعنى بل المراد الارتباط اللفظي أي الإعرابي واعلم أن المروي من ذلك من آية وشعر ينطق به على روايته وقد تحتمل الأوجه الثلاثة في كلام واحد وقد مثلوا له بقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن أردت النهي عن الأمرين جميعا جزمت ما بعد الواو لأنها حينئذ للعطف وإن أردت النهي عن الجمع بينهما نصبت ما بعدها لأنها حينئذ للمعية وإن أردت النهي عن الأول وحده وإباحة آخر رفعت ما بعدها لأنها حينئذ للاستئناف ويكون المعنى لا تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن والواو والفاء هاتان لا تقدر أن بعدهما إلا إذا وقعت في جواب نفي أو طلب فمثال النفي مع الفاء لم ترحم فترحم ومثال الطلب معها أهل ترحمون فترحموا ومثال النفي مع الواو لا نأمر بالخير ونعرض عنه ومثال الطلب معها لا تأمروا بالخير وتعرضوا عنه فإن لم يسبقها نفي أو طلب فالمضارع مرفوع ولا تقدر أن نحو نحو يكرم الأستاذ المجتهد فيخجل الكسلان ونحو الشمس طالعة وينزل المطر وشرط النفي أن يكون نفيا محضا فإن كان في معنى الإثبات لم تقدر بعده أن فيكون الفعل مرفوعا نحو ما تزال تجتهد فتتقدم إذ المعنى أنت ثابت على الاجتهاد ونحو ما تجيئنا إلا فنكرمك فالنفي منتقد بإلا إذ المعنى إثبات المجيد ولا فرق بين إن يكون النفي بالحرف نحو لم يجتهد فيفلح أو بالفعل نحو ليس الجهل محمودا فتقبل عليه أو بالاسم نحو الحلم غير مظموم فتنفر منه ويلحق بالنفي التشبيه المراد به النفي والإنكار نحو كأنك رئيسنا فنطيعك أي ما أنت رئيسنا وكذا ما أفاد التقليل نحو قد يجود البخيل فيمدح أو النفي نحو قل لما تجتهد فتنجح والمراد بالطلب الأمر بالصيغة أو باللام والنهي والاستشحام والتمني والترجي والعرض والتحضيط أما ما يدل على معنى الأمر بغير صيغة الأمر أو لام الأمر كاسم شعل الأمر نحو صه فينام الناس أو المصدر النائب عن فعل الأمر نحو سكوتا فينام الناس أو ما لفظه خبر ومعنى الطلب نحو حسبك الحديث فينام الناس فلا تقدر أن بعده ويكون الفعل مرفوعا على أصح مذاهب النحاة وأجاز الكسائي نصبه في كل ذلك وليس ببعيد من الصواب والفعل المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواوهاتي مؤول بمصدر يعتف على المصدر المسبوك من الفعل المتقدم فإذا قلت زرني فأكرمك ولا تمهى عن خلق وتأتي مثله فالتقدير ليكن منك زيارة لي فإكرام مني إياك ولا يكن منك نهي عن خلق وإتيان مثله نعلم أنه إذا سقطت فاء السببية هذه بعد ما يدل على الطلب يجزم الفعل بعد سقوطها إن قصد بقاء ارتباط ما بعدها بما قبلها ارتباط فعل الشرط بجزائه فإن أسقطت الفاء في قولك اجتهد فتنجح قلت اجتهد تنجح ومنه قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم وقول امرئ القيس كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فإن أردت الاستئناف رفعت الفعل نحو عجل ينزل المطر فليس المراد أن تعجل بنزول المطر وكذا إذا كانت الجملة نعتل لما قبلها كقولك صاحب رجلا يدلك على الله ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يارثني أي وليا وارثا لي وقد قرأت الآية بالجزم أيضا على معنى إن يهب لي وليا يارثني وكذا إذا كانت الجملة في موضع الحال فإنك ترفع الفعل نحو قل الحق لا تبالي اللائمين أي غير مبال بهم ومنه قوله تعالى ولا تمن تستكهر أي مستكثرا أربعة حتى وهي حتى الجارة التي بمعنى إلى أولام التعليل فالأول نحو قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى والثاني نحو أطع الله حتى تفوز برضاه أي إلى أن يرجع ولتفوزا وقد تكون بمعنى إلا كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل أي إلا أن تجود والفعل بعده مؤول بمصدر مجرور بها ويشترط في نصب الفعل بعدها بأن مضمرة أن يكون مستقبلا إما بالنسبة إلى كلام المتكلم وإما بالنسبة إلى ما قبلها ثم إن كان الاستقبال بالنسبة إلى زمان التكلم وإلى ما قبلها وجب النصب لأن الفعل مستقبل حقيقة نحو صم حتى تغيب الشمس فغياب الشمس مستقبل بالنسبة إلى كلام المتكلم وهو أيضا مستقبل بالنسبة إلى الصيام وإن كان الاستقبال بالنسبة إلى ما قبلها فقط جاز النصب وجاز الرفع وقد قرئ قوله وزلزله حتى يقول الرسول بالنصب بأن مضمرة باعتبار استقبال الفعل بالنسبة إلى ما قبله لأن زلزالهم سابق على قول الرسول وبالرفع على عدم تقدير أن باعتبار أن الفعل ليس مستقبلا حقيقة لأن قول الرسول وقع قبل حكاية قوله فهو ماض بالنسبة إلى وقت التكلم لأنه حكاية حال ماضية وأن لا تدخل إلا على المستقبل فإن أريد بالفعل معنى الحال فلا تقدر أن بل يرفع الفعل بعدها قطعا لأنها موضوعة للسقبال نحو ناموا حتى ما يستيقظون ومنه قولهم مرض زيد حتى ما يرجونه وتكون حتى حينئذ حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وحتى الابتدائية حرف تبتدئ به الجمل والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب وعلامة كون الفعل الحال أن يصلح وضع الفاء في موضع حتى فإذا قلت ناموا فلا يستيقظون ومرض زيد فلا يرجونه صح ذلك خمسة أو ولا تتمر بعدها أن إلا أن يصلح في موضعها إلى أو إلا الاستثنائية فالأول كقول الشاعر لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري أي إلى أن أدرك المنى والثاني كقول الآخر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم والفعل المنصوب بأن مدمرة بعد معطوف على مصدر مفهوم من الفعل المتقدم وتقديره في البيت الأول لا يكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى وتقديره في البيت الآخر لا يكونن مني كسر لكعوبها أو استقامة منها واعلم أن تأويل أو بإلى أو إلا إنما هو تقدير يلاحظ فيه المعنى دون الإعراب أما التقدير الإعرابي باعتبار التركيب فهو أن يؤول الفعل قبل أو بمصدر يعطف عليه المصدر المسبوك بعدها بأن المدمرة كما رأيت وإنما أول ما قبل أو بمصدر لألا يلزم عطف الاسم وهو المصدر المسبوك بأن المقدرة على الفعل وذلك ممنوع عنوان شذوذ حذف أن الصفحة الثامنة والثمانون بعد المئة لا تعمل أن مقدرة إلا في المواضع التي سبق ذكرها وقد ورد حذفها ونصب الفعل بعدها في غير ما سبق الكلام عليه ومن ذلك قولهم مره يحفرها واخذ اللصة قبل يأخذك والمثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وقول الشاعر ألا أيهاها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذاتي هل أنت مخلدي أي أن يحفرها وأن يأخذك وأن تسمع وأن أحضر وذلك شاذ لا يقاس عليك والفصيح أن يرفع الفعل بعد حذف أن لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله ومن الرفع بعد حذفها قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد والأصل أن يريكم وأن أعبد عنوان المضارع المجزوم وجوازم الصفحة الثامنة والثمانون بعد المئة يجزم المضارع إذا سبقته إحدى الجوازم وهي قسمان قسم يجزم فعلا واحدا نحو لا تيأس من رحمة الله وقسم يجزم فعلين نحو مهما تفعل تسأل عنه وجزمه إما لفظي إن كان معربا كما مثل وإما محلي إن كان مبنيا نحو لا تشتغلن بغير النافع عنوان عنوان الجازم فعلا واحدا الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئة الجازم فعلا واحدا أربعة أحرف وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وإليك شرحها لم ولما تسميان حرفي نفي وجزم وقلب لأنهما تنفيان المضارع وتجزمانه وتقلبان زمانه من الحال أو الاستقبال إلى المضي فإن قلت لم أكتب أو لما أكتب كان المعنى أنك ما كتبت فيما مضى والفرق بين لم ولما من أربعة أوجه واحد أن لم للنفي المطلق فلا يجب استمرار نفي مصحوبها إلى الحال بل يجوز الاستمرار كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ويجوز عدمه ولذلك يصح أن تقول لم أفعل ثم فعلت وأما لما فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمان الماضي حتى يتصل بالحال ولذلك لوصح أن تقول لما أفعل ثم فعلت لأن معنى قولك لما أفعل أنك لم تفعل حتى الآن وقولك ثم فعلت يناقض ذلك لهذا تسمى حرف استغراق أيضا لأن النفي بها يستغرق الزمان الماضي كله اثنان أما المنفية بلما لا يتوقع خصوله والمنفية بلما متوقع الخصول فإذا قلت لما أسافر فسفرك منتظر ثلاثة يجوز وقوع لم بعد أداة شرط نحو إن لم تجتهد تندم ولا يجوز وقوع لما بعدها أربعة يجوز حذف مجزوم لما نحو قاربت المدينة ولما أي ولما أدخلها ولا يجوز ذلك في مجزوم لم إلا في الضروة كقول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعاذب إن وصلت وإن لم أي وإن لم تصل ويروى إن وصلت بالمجهول فيكون التقطير وإن لم توصل قال العيني وهو الصواب ولام الأمر يطلب بها إحداث فعل نحو لينفق ذو ساعة من ساعته ولا الناهية يطلب بها تركه نحو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا عنوان فوائد الصفحة التسعون بعد المئة واحد لما الداخلة على الفعل الماضي ليست نافية جازمة وإنما هي بمعنى حين فإذا قلت لما اجتهد أكرمته فالمعنى حين اجتهد أكرمته ومن الخطأ إدخالها على المضارع إذا أريد بها معنى حين فلا يقال لما يجتهد أكرمه بل الصواب أن يقال حين يجتهد لأنها لا تسبق المضارع إلا إذا كانت نافية جازمة اثنان لام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواوي والفا فالأكثر تسكينها نحو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقد تسكن بعد ثم ثلاثة تدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولا وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين وتدخل لا الناهية على الغائب والمخاطب معلومين ومجهولين وعلى المتكلم المجهول وقل دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم فإن كان مع المتكلم هان الأمر لمشاركة للمشاركة غيره له فيما يأمر به وأقل من ذلك دخول اللام على المخاطب المعلوم لأن له صيغة خاصة وهي إفعل فيستغنى بها عنه أربعة اعلم أن طلب الفعل أو تركه إن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء تأدبا وسميت اللام ولا حرفي دعاء نحو ليقض علينا ربك ونحو لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكذلك الأمر بالصيغة يسمى فعل دعاء نحو رب اغفر لي عنوان الجازم لفعلين الصفحة الحادية والتسعون بعد المئة الذي يجزم فعلين ثلاث عشرة أداة وهي واحد إن نحو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وهي أم الباب وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمهما لتضمنه معناها فإن قلت من يزرني أكرمه فالمعنى إن يزرني أحد أكرمه ولذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها إثنان إذما كقول الشعر وإنك إذما تأتما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وهي حرف بمعنى إن وبقية الأدوات أسماء تضمنت معنى إن فبنيت وجزمت الفعلين وعملها الجزم قليل والأكثر أن تهمل ويرفع الفعلان بعدها وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزم إلا في ضرورة الشعر وأصلها إذ الظرفية لحقتها ما الزائدة للتوكيد فحملتها معنى إن فصارت حرفا مثلها لأنها لا معنى لها إلا ربط الجواب بالشرط بخلاف بقية الأدوات فإن لها غير معنى ربط معاني أخر كما ستعلم ومن النحاة كالمبرد وابن السراج والفارس من يجعلها اسما معتدرا فيها معنى الظرفية ثلاثة من وهي اسم مبهم للعاقل نحو من يفعل سوءا يجزبه أربعة ما وهي اسم مبهم لغير العاقل نحو وما تفعل من خير يعلمه الله خمسة مهما وهي اسم مبهم لغير العاقل أيضا نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وهي على الصحيح إما مركبة منه التي هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناه اكفف ومما المتضمنة معنى الشرط ثم جعل كلمة واحدة للشرط والجزاء ويدل على هذا أنها أكثر ما تستعمل في مقام الزجر والنهي وإما مركبة من الماء الشرطية وماء الزائدة للتوكيد زيدت عليها كما تزاد في غيرها من أدوات الشرط ثم كره أن يقول ما ما فأبدلوا من ألف الأولى هاء ليختلف اللفظان ستة متى وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط كقول الشار متى تأته تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي وقد تلحق هاما الزائدة للتوكيد كقوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار سبعة أيانا وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط كقول الشار أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد كقول الآخر إذا النعجة الأدماء باتت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح ينزلي وأصلها أي آن في مركبة من أي المتضمنة معنى الشرط وآن بمعنى حين فصارت بعد التركيب اسما واحدا للشرط في الزمان المستقبل مدنيا على الفتح همانية أين وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط نحو أين تنزل أنزل وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد نحو أينما تكون يدرككم الموت تسعة أما ولا تلحقها ما وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط كقول الشار خليلي أما تأتياني تأتي أخا غير ما يرضيكما لا يحاول انتهى الشريط الثادس عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب عشرة حيثما وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط ولا تجزم إلا مقترنة بما على الصحيح كقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حادي عشر كيفما وهي اسم مبهم تضمن معنى الشرط فتقتضي شرطا وجوابا مجزومين عند الكوفيين سواء ألحقتها ما نحو كيفما تكن يكن قرينك أم لا نحو كيف تجلس أجلس أما البصريون فهي عندهم بمنزلة إذ تقتضي شرطا وجزاء ولا تجزم فهما فهما بعدها مرفوعان غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى كما رأيت سواء أجزمت بها أم لم تجزم فلا يجوز أن يقال كيفما تجلس أذهب لاختلاف لفظ الفعلين ومعناهما ولا كيفما تكتب الكتاب أكتب القربة أي أخرزها وأخيطها لاختلاف معنى الفعلين وإن اتفق لفظهما ولا كيفما تجلس أقعد لاختلاف لفظ الفعلين وإن اتفق معناهما ثاني عشر أي وهي اسم مبهم تضمن معنى الشرط وهي من بين أدوات الشرط معربة بالحركات الثلاث لملازمتها الإضافة إلى المفرد التي تبعدها من شبه الحرف الذي يقتضي بناء الأسماء فمثالها مرفوعة أي يمرئ يخدم أمته تخدم ومثالها منصوبة قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ومثالها مجرورة بأي قلم تكتب أكتب وكتاب أي تقرأ أقع وهي ملازمة للإضافة إلى المفرد وقد يحذف المضاف إليه فيلحقها التنوين أو ضم كما في الآية الكريمة إذ التقدير أي اسم تدعو وكما في المثال الرابع إذ التقدير كتاب أي رجل ويجوز أن تلحقها ما الزائدة للتوكيد كالآية السابقة وكقوله تعالى أي ما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ثالث عشر إذا وقد تلحقها ما الزائدة للتوكيد فيقال إذا ما وهي اسم زمان تضمن معنى شرط ولا تجزم إلا في الشعر كقول الشعر استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجملي وقد يجزم بها في النثر على قلة ومنه حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما إذا أخذتما مضاجعكما تكبر أربعا وثلاثين والفرق بين إن وإذا أن الأولى تدخل على ما يشك في حصوله والثانية تدخل على ما هو محقق الحصول فإن قلت إن جئت أكرمتك فأنت شاك في مجيئه وإن قلت إذا جئت أكرمتك فأنت على يقين من مجيئه والجزم بإذا شاذ للمنافات بينها وبين إن الشرطية وذلك أن أدوات الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى إن التي هي موضوعة للإبهام والشك وكلمة إذا موضوعة للتحقيق فهما متنافيان عنوان الشرط والجواب الصفحة السادسة والتسعون بعد المئة يجب في الشرط أن يكون فعلا خبريا متصرفا غير مقترن بقد أو لن أو ما النافية أو السين أو سوفا فإن وقع اسم بعد أداة من أدوات الشرط فهناك فعل مقدر كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأحد فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط وجملة استجارك المذكورة مفسرة للفعل المحذوف والمراد بالفعل الخبري ما ليس أمرا ولا نهيا ولا مسبوقا بأداة من أدوات الطلب كالاستفهام والعرض والتحضيض فذلك كله لا يقع فعلا للشرط والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط أي الأصل فيه أن يكون صالحا لأن يكون شرطا غير أنه قد يقع جوابا ما هو غير صالح لأن يكون شرطا فيجب حينئذ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط بسبب فقد المناسبة اللفظية حينئذ بينهما وتكون الجملة برمتها في محل جزم على أنها جواب الشرط وتسمى هذه الفاء فاء الجواب لوقوعها في جواب الشرط وفاء الربط لربطها الجواب بالشرط عنوان مواضع ربط الجواب بالفاء الصفحة السادسة والتسعون بعد المئة يجب ربط جواب الشرط بالفاء في اثنى عشر موضع الاول ان يكون الجواب جملة اسمية نحو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الثاني ان يكون فعلا جامدا نحو ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ام يؤتيني خيرا من جنتك الثالث ان يكون فعلا طلبيا نحو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله الرابع ان يكون ماضيا لفظا ومعنى وحينئذ يجب ان يكون مقترنا بقد ظاهرة نحو ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل او مقدرة نحو ان كان قميصه قد من قبل فصدقت ولو لم تقدر قد لوجب ان يكون الفعل الماضي هنا مستقبل المعنى وليس الامر كذلك الا ترى انك ان قلت ان جئتني اكرمتك كان المعنى ان تجئني اكرمتك وان قلت ان جئتني فقد اكرمتك فالمعنى ان تجئني فقد سبق اكرامي اياك فيما مضى الخامس ان يقترن بقد نحو ان تذهب فقد اذهب السادس ان يقترن بما النافية نحو فان توليتم فما سألتكم عليه من اجر السابع السابع ان يقترن بلا نحو وما تفعلوا من خير فلن تكفروا الثامن ان يقترن بالسين نحو ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا التاسع ان يقترن بسوف نحو وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله والعيلة الفقر العاشر ان يصدر برب نحو ان تجئ فربما اجيء الحادي عشر ان يصدر بك انما نحو انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا الثامن عشر ان يصدر بادات شرط نحو وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ونحو ان تقول من يجاورك فان كان حسن الخلوق فتقرب من فان كان الجواب صالحا لان يكون شرطا فلا حاجة الى ربطه بالفاء لان بينهما مناسبة لفظية تغني عن ربطه بها الى او الا ان يكون مضارعا مثبتا او منفيا بلا فاجوز ان يربط بها وان لا يربط وترك الرابط اكثر استعمالا نحو ان تعود نعد ومن الربط بها قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقوله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وقد تخلف فاء الجواب اذا الفجائية ان كانت الادات ان او اذا وكان الجواب جملة اسمية خبرية غير مقترنة بادات نفي او ان نحو وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقمطون ونحو فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون عنوان حذف فعل الشرط الصفحة الثامنة والتسعون بعد المئة قد يحذف فعل الشرط بعد ان المردفة بلا نحو تكلم بخير وان لا فاسكت قال الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وان لا يعلو مفرق كالحسام وقد يكون ذلك بعد من مردفة بلا كقوله من يسلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبأ به ومما يحذف فيه فعل الشرط ان يقع الجواب بعد الطلب نحو جد تسد والتقدير جد فان تجد تسد عنوان حذف جواب الشرط الصفحة التاسعة والتسعون بعد بعد الماء يحرف جواب الشرط ان دل عليه دليل بشرط ان يكون الشرط ماضيا لفظا نحو انت فائز ان اجتهت او مدارعا مقترنا بلا نحو انت خاسر ان لم تجتهد ولا يجوز ان يقال انت فائز ان تجتهد لام الشرط غير ماض ولا مقترن بلم ويحذف اما جوازا وام وجوبا فيحذف جوازا ان لم يكن في الكلام ما يصلح لان يكون جوابا وذلك بان يشعر الشرط نفسه بالجواب نحو فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء اي ان استطعت ففعل او بان يقع الشرط جوابا لكلام كان يقول قائل اتكرم سعيدا فتقول ان اجتهد اي ان اجتهد اكرم ويحذف وجوبا ان كان ما يدل عليه جوابا في المعنى ولا فرق بين ان يتقدم الدال على جواب الشرط نحو ان تفائز ان اجتهد او يتأخر عنه كان يتوسط الشرط بين القسم وجوابه نحو والله ان قمت لا اقوم او يكتنفه كان يتوسط الشرط بين جزء اي ما يدل على جوابه نحو ان ان اجتهدت فائز عنوان فائدة الصفحة المتممة للمائتين الشرط يقتضي جوابا والقسم كذلك فان اجتمع شرط وقسم ولم يسبقهما ما يقتضي خبرا كالمبتدأ او ما اصله المبتدأ كان الجواب للسابق وكان جواب المتأخر محذوفا لدلالة الجواب الاول علي فان قلت ان قمت والله اقم فاقم جواب الشرط وجواب القسم محذوف لدلالة جواب الشرط علي وان قلت والله ان قمت لا اقومن فاقومن جواب القسم وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علي قال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فجملة لا يأتون جواب القسم المدلول عليه باللام لان التقطير والله لان اجتمعت وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وقد يعطى الجواب للشرط مع تقدم القسم في ضرورة الشعر كقوله لان كان ما حدثته اليوم صادقا اصم في مهار القيض للشمس باديا واركب حمارا بين سرج وفروة واعري من الخاتان صغرى شماليا فان تقدم عليهما ما يقتضي خبرا جاز جعل الجواب للشرط وجاز جعله للقسم فان جعلته للقسم قلت زهير والله ان يجتهد لأكرمنه وان اعطيته للشرط قلت زهير والله ان يجتهد اكرمه ومن العلماء من اوجب اعطاء الجواب للشرط ولا ريب ان جعله للشرط ارجح سواء اتقدم الشرط على القسم ام تأخر عنه اما اذا لم يتقدم هما ما يقتضي خبرا فالجواب للسابق منهما كما اسلفنا عنوان حنف الشرط والجواب معا الصفحة الاولى بعد المئهتين قد يحرف الشرط والجواب معا وتبقى الادات وحدها ان دل عليهما دليل وذلك خاص بالشعر للضرورة كقوله قالت بنات العم يا سلم وان كان فقيرا معدما قالت وان اي وان كان فقيرا معدما فقد رضيطه وقول الاخر فان المنية من يخشها فسوف تصادفه اينما اينما يذهب تصادف وقيل يجوز في النثر على قلة اما ان بقي شيء من متعلقات الشرط والجواب فيجوز حنفه ما في شعر ونثر ومنه قوله من سلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا اي ومن لا يسلم عليك فلا تسلم علي ومنه حديث ابي داود من فعل فقد احسن ومن لا فلا اي ومن لم يفعل فما احسن وقولهم الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا اي ان عملوا خيرا فيجزون خيرا وان عملوا شرا فيجزون شرا ويجوز ان تقول ان خيرا فخير وان شرا فشر برفع ما بعد الفائ على انه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤهم خير فجزاؤهم شر فتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم على انها جواب الشرط عنوان الجزم بالطلب الصفحة الثانية بعد المائتين اذا وقع المضارع جوابا بعد الطلب يجزم كأن يقع بعد امر او نهي او استفهام او عرض او تحضيض او تمن او ترج نحو تعلم تفز لا تكسل تسد هل تفعل خيرا تؤجر اما ما لعلك لعلك فتقدير قولك جد تسد جد فإن تجد تسد وتقدير قولك هل تفعل خيرا تؤجر هل تفعل خيرا فإن تفعل خيرا تؤجر وقس على ذلك وقيل إن الجزم بالطلب نفسه لتضمنه معنى الشرط واعلم أن الطلب لا يشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر أو النهي أو الاستفهام أو غيرها من صيع الطلب بل يجزم الفعل بعد الكلام الخابري إن كان طلبا في المعنى كقولك تطيع أبويك تلقى خيرا أي أطيعهما تلقى خيرا ومنه قولهم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب علي أي ليتق الله وليفعل خيرا يثب علي ومن ذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم أي آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم والجزم ليس لأنه جواب الاستفهام في صدر الآية لأن عفران الذنوب ليس مرتبطا بالدلالة على التجارة الرابحة لأنه قد تكون الدلالة على الخير ولا يكون أثرها من مباشرة فعل الخير وإنما الجزم لوقوع الفعل جوابا لقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لأنهما بمعنى آمنوا وجاهدوا فالمضارئ في كل ما تقدم مجزوم لأنه جواب طلب في المعنى وإن كان خبرا في اللفظ عنوان فوائد الصفحة الثالثة بعد المائتين واحد لا يجب أن يكون الأمر بلفظ الفعل ليصح الجزم بعده بل يجوز أن يكون أيضا اسم فعل أمر نحو صح عن القبيح تؤلف وجملة خبرية يراد بها الطلب كما تقدم نحو يرزقني الله ما لن أنفع به الأمة أي ليرزقني وحسبك الحديث ينم الناس اثنان يشترط لصحة الجزم بعد النهي أن يصح دخول الشرقية علي نحو لا تدن من الشر تسلم إذ يصح أن تقول إلا تدن من الشر تسلم فإن لم يصلح دخول إن علي وجد رفع الفعل بعده نحو لا تدن من الشر تهلك برفع تهلك إذ لا يصح أن تقول إلا تدن من الشر تهلك لفساد المعنى المقصود وأجاز ذلك الكسائي ثلاثة لا يجزم الفعل بعد الطلب إلا إذا قصد الجزاء بأن يقصد بيان أن الفعل مسبب عما قبله كما أن جزاء الشرق مسبب عن الشرق فإن لم يقصد ذلك وجب الرفع إذ ليس هناك شرق مقدر ومنه قوله تعالى ولا تمن تستكفر وقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني وقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا فيه ولا تخشى وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أربعة إذا سقطت فاء السببية التي ينصب المضارع بعدها وكانت مسبوقة بما يدل على الطلب يجزم المضارع إن قصد بقاء ارتباطه بما قبله ارتباط المسبب كما مر فإن أسقطت الفاء من قولك جئني فأكرمك جزمت ما بعدها فقلت جئني أكرمك وقد أوضحنا هذا وما قبله من قبل في الكلام على فاء السببية عنوان إعراب الشرق والجواب الصفحة الرابعة بعد المائتي الشرط والجواب يكونان مضارعين وماضيين ويكون الأول ماضيا والثاني مضارعا والأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ويكون الأول مضارعا أو ماضيا والثاني جملة مقترنة بالفاء أو بإذا فإن كان مضارعين وجبا جزمهما نحو إن ينته يغفر لهم ما قد سلف ورفع الجواب ضعيف كقوله فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها وعليه قراءة بعضهم أينما تكون يدرككم الموت بالرفع وإن كان الأول ماضيا أو مضارعا مسبوقا بلم والثاني مضارعا جاز في الجواب الجزم والرفع فإن رفعت كانت جملته في محل جزم على أنها جواب الشرط والجزم أحسن والرفع حسن ومن الجزم قوله تعالى من كان يريد زينة الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم ومن الرفع قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم وتقول في المضارع المسبوق بلم إن لم تقم أقم إن لم تقم أقوم بجزم الجواب ورفعه وإن كان الأول مضارعا والثاني ماضيا وذلك قليل وليس خاصا بالضرورة كما زعمه بعضهم وجبا جزم الأول كحديث من يقم ليلة القبر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومنه قول الشاعر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا وإن وقع الماضي شرطا أو جوابا جزم محلا نحو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن كان الجواب مضارعا مقترنا بالفاء نحو ومن عاد فينتقم الله منه امتنع جزمه لأن العرب التزمت رفعه بعدها وتكون جملته في محل جزم على أنها جواب الشرط وإن كان الجواب جملة مقترنة بالفاء أو إذا كانت الجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط نحو إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم ونحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون عنوان فوائد الصفحة السادسة بعد المائتين إذا وقع فعل مقرون بالواو أو الفاء وزاد بعضهم أو وثم بعد جواب شرط جازم جاز فيه الجزم بالعطف على الجواب وجاز فيه الرفع على أنه جملة مستأنفة وجاز النصب بأن مقدرة وجوبا وهو قليل انتهى الوجه الأول إذا وقع الفعل المقرون بالواو أو الفاء بين فعل الشرط والجواب جاز فيه الجزم وهو الأكثر وجاز النصب وامتنع الرفع نحو إن تستقم وتجتهد أكرمكا بجزم تجتهد عطفا على تستقم وبنصبه بأن مقدرة وجوبا وإنها امتنع الرفع لأنه يقتضي باستئناف قبل تمام جملة الشرط والجواب لأن الفعل متوسط بينهما وذلك ممنوع لأنه لا معنى لما استئناف حينئذ ومن النصب قول الشار ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما وقول الآخر ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي ثلاثة إذا وقع فعل مجرد من العاطف بعد فعل الشرط ولم يقصد به الجواب أو وقع بعد تمام الشرط والجواب جاز جزمه على أنه بدل مما قبله وجاز رفعه على أنه جملة في موضع الحال من فائل ما قبله فمن الجزم بعد فعل الشرط قول الشائر متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ومن الرفع بعده قول الآخر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي ومن الجزم والرفع بعد تمام الشرط والجواب قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعف له العذاب وقد قرأ يضاعف بالجزم على أنه بدل من يلقى وبالرفع على أنه جملة حالية من فاعل يلقى أو على أنه جملة مستأنفة عنوان فعراب أدوات الشرط الصفحة الثامنة بعد المئتين أدوات الشرط منها ما هو حرف وهو إن وإذما على خلاف في إذما كما تقدم ومنها ما هو اسم مبهم تضمن معنى الشرط وهي من وما ومهما وأي وكيفما ومنها ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط وهي أين وأنا وأيان ومتى وإذا ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهو حيثما فما دل على زمان أو مكان فهو منصوب محلا على أنه مفعول فيه لفعل الشرط ومن وما ومهما إن كان فعل الشرط يطلب مفعولا به فهي منصوبة محلا على أنها مفعول به له نحو ما تحصل في الصغر ينفعك في الكبر من تجاور فأحسن إليه مهما تفعل تسأل عنه وإن كان لازما أو متعديا استوفى مفعوله فهي مرفوعة محلا على أنها مبتدأ وجملة الشرط خبره نحو ما يجئ به القدر فلا مفر منه نحو من يجد يجد نحو ما ينزل بك من خط فاحتمل ما تفعله تلقه من تلقه فسلم عليه مهما تفعلوه تجدوه وكيفما تكون في موضع نصب على الحال من فاعل فعل الشرط نحو كيفما تكن يكن أبناؤك وأي تكون بحسب ما تضاف إليه فإن أضيفت إلى زمان أو مكان كانت مفعولا فيه نحو أي يوم تذهب أذهب أي بلد تسكن أسكن وإن أضيفت إلى مصدر كانت مفعولا مطلقا نحو أي إكرام تكرم أكرم وإن أضيفت إلى غير الظرف والمصدر فحكمها حكم من وما ومهما فتكون مفعولا به في نحو أي كتاب تقرأ تستفد ومبتدعا في نحو أي رجل يجد يسد أي أي رجل يخدم أمته تخدم وكل أدوات الشرط مبنية إلا أي فهي مغربة بالحركات الثلاث ملازمة للإضافة إلى المفرد كما رأيت أنوان الباب السابع إعراب الأسماء وبناؤها الصفحة العاشرة بعد المئتين وفيه ثلاثة فصول واحد المعرب والمبني من الأسماء الأسماء كلها معربة إلا قليلا منها ويعرب الاسم إذا سلم من شبه الحرف ويبنى إذا أشبهه في الوضع أو المعنى أو الافتقار أو الاستعمال فالشبه على أربعة أضرب الأول الشبه الوضعي بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء من كتبته أو على حرفين كنا من كتبنا فالدمائر بنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع لأن أكثرها موضوع على حرف أو حرفين وما كان منها موضوعا على أكثر فإنما بني حملا على أخواته وذلك لأن أقل ما يبنى منه الاسم ثلاثة أحرف فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك كان مبنيا لشبهه الحرف في الوضع وأما نحو يد ودم فهو معرب لأنه في الأصل ثلاثة أحرف داماون ويادون الثاني الشبه المعنوي بأن يشبه الاسم الحرف في معناه وهو قسمان أحدهما ما أشبه حرفا موجودا كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والآخر ما أشبه حرفا غير موجود حقه أن يوضع فلم يوضع كأسماء الإشارة فهذه الأسماء بنيت لتضمنها معاني الحروف لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدى بالحرف فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط وهو إن وأسماء الاستفهام أشبهت حرف الاستفهام وهو الهمزة وأسماء الإشارة أشبهت حرفا غير موجود فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوا وذلك لأن الإشارة من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف غير أنهم لم يضعوا حرفا للإشارة كما وضعوا للتمني ليتا وللترجي لعلّا وللاستفهام الهمزة وهل وللشرطي إن الثالث الشبه الافتقاري الملازم بأن يحتاج إلى ما بعده احتياجا دائما ليتمم معناه وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة فالأسماء الموصولة بنيت لافتقارها في جميع أحوالها إلى الصلة التي تتمم معناها كما يفتقر الحرف إلى ما بعده ليظهر معناه والظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة كحيث وإذا ومنذ الظرفيتين إنما بنيت لافتقارها إلى جملة تضاف إليها افتقار الحرف إلى ما بعده الرابع الشبه الاستعمالي وهو نوعان نوع مشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال فإنها تستعمل مؤثرة غير متأثرة لأنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها غيرها فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها ونوع يشبه الحرف العاطل أي غير العامل في الاستعمال من حيث إنه مثله لا يؤثر ولا يتأثر كأسماء الأصوات فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها عنوان اثنان الأسماء المبنية الصفحة الثانية عشرة بعد المئتين الأصل في الأسماء الإعراب وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا وهو ألفاظ محصورة والأسماء المبنية على نوعين نوع يلازم البناء ونوع يبنى في بعض الأحوال عنوان الملازم للبناء من الأسماء الصفحة الثانية عشرة بعد المئتين مما يلازم البناء من الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرق وأسماء الاستفهام وأسماء الكناه وأسماء الأفعال واسماه الاسوات ومنه لدى ولد والان وامس وقط وعود من الظروف وقط ظرف للزمان الماضي على سبيل الاستغراق وعود ظرف للزمان المستقبل كذلك فهو بمعنى ابدا تقول ما فعلته قط ولا افعله عود اي لا افعله ابدا ومنه الظروف الملازمة للاضافة الى الجملة كحيث واذ واذا ومنذ ومنذ انجو الى ظرفين فحيث ملازمة للاضافة الى الجملة فان اتى بعدها مفرد رفع على انه مبتدأ ونوي خبره نحو لا تجلس الا حيث العلم اي حيث العلم موجود ومنذ 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 معناهما اما ابتداء المدة نحو ما رأيتك مذ يوم الجمعة واما جميعها نحو ما رأيتك منذ يومان والاسم بعدهما مرفوع على انه فاعل لفعل محذوف والتقدير مذ كان يوم جمعة ومنذ كان يومان وكان هنا تامة لا ناقصة فان جررت بهما كان حرفي جر وليس بظرفين واذ ظرف لما مضى من الزمان واذا ظرف للمستقبل منه وهما مضافان ابدا الى الجمل الا ان اذ تضاف الى كلت الجملتين واذا لا تضاف الا الى الجملة الفعلية ومنه المركب المسجي الذي تضمن ثانيه معنى حرف العطف او كان مختوما بكلمة وي فالاول كاحد عشر الى تسعة عشر الا اثني عشر ونحو وقعوا في حيص بيص وهو جاري بيت بيت والامر بين بين واتيك صباح مساء وتفرق العدو شذر مهر وهو مبني على فتح الجزئين والثاني نحو جاء سيبويه ومررت بسيبويه وحرف على الفتح كبعلبكة وحضر موت وبخت نصر ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون كما عدي كرب فإن ختم بويه كسيبويه بني جزئه الأول على الفتح والثاني على الكسر كما تقدم وأما اثنى عشر فجزئه الأول معرب إعرابا مثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وجزئه الثاني مدني على الفتح أبدا ولا محل له من الإعراب فهو بمنزلة النون من المثنى ومنه ما كان على وزن فعال علما لأنثى كحذان ورقاش أو شكما لها كيا خباف ويا كذابي وهو مبني على الكسر تشبيها له بما كان على هذا الوزن من أسماء الأفعال كنزال وحذار وكما أشباهه في الوزن أشباهه في العدل أيضا فخباف معدولة عن خبيثة وكذابي معدولة عن كاذبة كما أن نزال معدولة عن انزل وحذار عن حذر ونظر أن يستعمل ما كان على وزن فعال في شكم الأنثى إلا مع النداء عنوان ما لا يلزم البناء من الأسماء من الظروف ما لا يلزم البناء فهو يبنى في بعض الأحوال ويعرب في بعض وذلك كقبل وبعد ودون وأول والجهات الست فما قطع منها عن الإضافة لفظا لا تقديرا بحيث لا ينسى المضاف إليه بني على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد ونحو جلست أمام ورجعت إلى وراء وما أضيف منها لفظا أعرب نحو جئتك قبل ذلك وجلست أمام المنبر وما عري منها عن الإضافة لفظا وتقديرا بحيث ينسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غرض مخصوص أعرب نحو جئت قبلا وفعلت ذلك من بعد ويلحق بهذه الظروف حسب عند قطعه عن الإضافة نحو هذا حسب أي حسبي بمعنى يكفيني وقد تزاد الفاء عليه تحسينا لله نحو الكتاب سميري فحسب أي هو يكفيني عن غيره وهو مبني على الضم ويلحق بها أيضا غيره بعد النفي نحو فعلت هذا لا غيره أو ليس غيره وهو مبني على الضم أيضا عنوان ثلاثة أنواع إعراب الاسم الصفحة الخامسة عشرة بعد المائتين أنواع إعراب الاسم ثلاثة رفع ونصب وجر وعلامة الإعراب فيه إما حركة أو حرف والأصل فيه أن يعرب بالحركات عنوان المعرب بالحركات من الأسماء الصفحة الخامسة عشرة بعد المائتين المعرب بالحركة من الأسماء ثلاثة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة بدل الفتحة نحو أكرمت الفتيات المجتهدات والاسم الذي لا ينصرف فيجر بالفتحة بدل الكسرة نحو ما الفقير القانع بأفضل من الغني الشاكر والحركات تكون ظاهرة على آخر الاسم إن كان صحيح الآخر غير مضاف إلى ياء المتكلم نحو الحق منصور فإن كان معتل الآخر بالألف تقدر على آخره الحركات الثلاث للتعذر نحو إن الهدى من الفتى وإن وإن معتل الآخر بالياء تقدر على آخره الضمة والكسرة نحو حكم القاضي على الجاني أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها نحو أجيب الداعي إلى الخير عنوان الاسم الذي لا ينصرف الصفحة السادسة عشرة بعد المئتين الاسم الذي لا ينصرف ويسمى الممنوع من الصرف أيضا هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوين ولا كسرة كأحمد ويعقوب وعطسان وهو على نوعين نوع يمنع لسبب واحد ونوع يمنع لسببين فالممنوع من الصرف لسبب واحد كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة كصحراء وعذراء وزكرياء وأنصباء أو ألف والمقصورة كحبلة وذكرى وجرحى أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجد ودراهم ومصابيح وعصافير ولا يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا بل كل اسم جاء على هذه الصيغة وإن كان مفردا فهو ممنوع من الصرف كسراويل وتباشير وشراحيل والممنوع من الصرف لسببين إما علم وإما صفة عنوان العلم الممنوع من الصرف الصفحة السابعة عشرة بعد المائتين يمنع العلم من الصرف في سبعة مواد واحد أن يكون علما مؤنثا سواء أكان مؤنثا بالتاء كفاطمة وعزة وطلحة وحمزة أم مؤنثا معنويا كسعادة وزينب وسقر ولغا إلا ما كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند وجمل فيجوز منعه وصرفه والأولى صرفه إلا أن يكون منقولا عن مذكر كأن تسمى امرأة بقيس أو سعد فإنك تمنعه من الصرف وجوبا وإن كان ساكن الوسط فإن كان الثلافي الساكن الوسط أعجميا وجب منعه كماها وجورا وحمصا وبلخا ونيسا وروزا وإذا سميت مذكرا بنحو سعاد وزينب وعناق وعقرب وعنكبود من الأسماء المؤنثة وضعا الزائدة على ثلاثة أحرف منعته من الصرف للعالمية والتأنيث الأصلي فإن كان على ثلاثة أحرف كدعد وعنق صرفته وإن كان التأنيث عارضا كدلال ورباب ووداد أعلاما لأنثى منعتها من الصرف فإن سميت بها مذكرا صرفتها لأنها لأنها في الأصل مذكرات فالدلال والوداد مصدران والرباب السحاب الأبيض وبه سميت المرأة أما إن سميت مذكرا بصفة من صفات المؤنث الخالية من التأ فإنك تصرفه كأن تسمي رجلا مردعا أو متئما والكوفيون يمنعونه من الصرف وأسماء القبائل مؤنثة ولك فيها وجهان منعها من الصرف باعتبار أنها أعلام لمؤنثات نحو رأيت تميما تعني القبيلة ولك صرفها باعتبار أن هناك مضافا محذوفا نحو رأيت تميما تعني بني تميم فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه فإن قلت جاء بني تميم صرفت تميما قولا واحدا لأنك تعني بتميم أبا القبيلة للقبيلة نفسها وما سمي به مما يجمع بالألف والتا كعرفات وأذرعات جاز منعه من الصرف وجاز صرفه وإعرابه كأصله وهو الأبصح وما كان على وزن فعال على من لمؤنث كحذام وقطام ورقاش ونوار فأهل الحجاز يبنونه على الكسر في جميع أحواله فيقولون قالت حذام وسمعت حذام ووعيت قول حذام قال الشعر إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ومن تميم يمنعونه من الصرف للعالمية والتأنيث فأقولون قالت حذام سمعت حذام وعيت قول حذام ومن العلماء من يمنعه للعالمية والعدل باعتبار عدل هذه الأسماء عن حاذمة وفاطمة وراقشة ونائرة ومنعها للعالمية والتأنيث أولى اثنان أن يكون علما أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وأنطوما وإنما يمنع إن كانت علميته في لغته فإن كانت فإن كان في لغتي اسم جنس كالجام وفرند ونحوهما مما يستعمل في لغته على من يصرف إن سميت به وما كان منه على ثلاثة أحرف صرف سواء أكان محرك الوسط نحو لمك أم ساكنه كنوح وجول وجاك وقيل ما كان محرك الوسط يمنع وما كان ساكنه يصرف وقيل ما كان ساكنه يصرف ويمنع وليس بشيء للصرف في كل ذلك هو ما اعتمده المحققون من النحاة ثلاثة أن يكون على من موازنا للفعل ولا فرق بين أن يكون منقولا عن فعل كيشكر ويزيد وشمر أو عن اسم على وزنه كدئلة واستبرقة وأسعد مسمى بها والمعتبر في المنع إنما هو الوزن المختص بالفعل أو الغالب فيه أما الوزن الغالب في الاسم الكثير فيه فلا يعتبر وإن شاركه فيه الفعل وذلك كأن يكون على وزن فعل كحسن ورجب أو على فعل ككتف وخسر أو فعل كعضب أو فعل كصالح أو فعل كجعفر فإن سميت بما كان على هذه الأوزان إن صرف والمراد بالوزن المختص بالفعل أن يكون لا نظير له في الأسماء العربية وإن وجد فهو نادر لا يؤبع به فمثل دئل هو على صيغة الماضي المجهول لكنه نادر في الأسماء فلم تمنع ندرته أن يكون هذا الوزن من خصائص الفعل وإن درج فيه ما جاء على صيغة الماضي الثلاث المجهول الذي لم يعلى ولم يدغم كذئل وكأن تسمي رجلا كتب وكل صيغة الأفعال المزيد فيها معلومة ومجهولة إلا ما جاء على وزن الأمر من صيغة فعل يفاعل كصالح علما فإنه على وزن صالح في الأمر فما جاء من الأعلام على وزن مختص بالفعل منعته من الصرف انتهى الشريط السابع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من الكتاب والمراج بالوزن الذي يغلب في الفعل أن يكون في الأفعال أكثر منه في الأسماء فغلبته في الفعل زعلته أحق به من الاسم وأولى ويندرج فيه ما جاء على صيغة الأمر من الثلاثي المجرد كأن تسمي رجلا اسمد أو اصبع أو اضلم فإنها موازنة لقولك اجلس وافتح وانصر وما كان على صيغة المضارع المعلوم من الثلاثي المجرد مما أوله حرف زائد من حرف المضارع مثل أحمد ويشكر وتغلب أعلاما فما جاء من الأعلام على وزن يغلب في الفعل منعته من الصرف أيضا عنوان فائدة الصفحة العشرون بعد المائتي واحد إنما جاء على وزن الفعل مما سميت به ثلاثة أنواع نوع منقول عنس كدئل واستبرق ونوع منقول عنصفة كأحمر وازرق ونوع منقول عنفعل كيشكر ويزيد وكلها يشترط في منعها من الصرف أن تكون على وزن يختص بالفعل أو يغلب فيه كما تقدم ومن العلماء كعيسى بن عمر شيخ الخليل وسيبوي ومن تابعه من يمنع العلم المنقول عن فعل مطلق وإن جاء على ما يغلب في الأسماء كأن تسمي رجلا كتبا أو حمدا أو ظرفا أو حوقلا ويصرف ما عداه من المنقول عن اسم كرجل أو عن صفة كحسن وما قوله ببعيد من الصواب وإن خالفه الجمهور وفي مقدمتهم تلمي ذهر في بوين لأن النقل عن الفعل ليس كالنقل عن اسم أو صفة فهو قوة له في منعه من الصرف إثنان العلم المنقول عن فعل يجوز أن تعامله معاملة الأسماء الممنوعة من الصرف فترفعه بالدمة وتنصبه وتجره بالفتحة ويجوز أن تعامله معاملة الجملة المحكية فإن روعي في أصل النقل أنه منقول عن الفعل مجردا عن ضمير يُعرض إعراض ما لا ينصرف وهذا هو الأكثر في الأفعال المنقولة فتقول جاء يشكر وشمر ورأيت يشكر وشمر ومرلت بيشكر وشمر وإن كان مراعا فيه أنه منقول عن الجملة أي عن الفعل مضمرا فيه الفعل يُعرب إعراض الجملة المحكية فتبقيه على حاله من الحركة أو السكون رفعا ونصدا وجرا لأنه نقل عن جملة محكية فيحكى على ما كان عليه فإن سميت رجلا يكتب أو استخرج باعتبارا باعتبار أن كل واحد منهما جملة مجتملة على فعل وفاعل مضمر قلت جاء يكتب واستخرج ورأيت يكتب واستخرج ومررت بيكتب واستخرج وعليه قول نبئت أخوالي بني تزيد ظلما علينا لهم فديد وهذا يجري مع المنقول عن فعل يغلب وزنه في الأسماء قولا واحدا لأما إعرابه إعراب المحكي لا إعراب ما لا ينصرف وعليه فتقول في من سميته كتب منقول إلى العالمية مع ظمير جاء كتب ورأيت كتب ومررت بكتب ثلاث ما يكان مبدوءا بهمزة وصل من الأفعال التي سميت بها فإنك تقطع همزته بعد نقله إلى العالمية لأنه يلتحق بنظائره من الأسماء بعد التسمية به فإن سميت بانصرف واستخرج ونحوهما قلت جاء انصرف واستخرج بقطع الهمزة أما الأسماء المسمى بها كانطلاق واستخراج فلا تقطع همزتها بعد التسمية بها بل تبقى على حالها لأن ما ظيرها من الأسماء همزته موصولة أربعة أي الرابع من الموادع السبعة التي يمنع العلم فيها من الصرف أن يكون علما مركبا تركيب مزج غير مختوم بويه كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب وقالي قلا خمسة أن يكون علما مزيدا فيه الألف والنون كعثمان وعمران وغطفان ستة أن يكون علما معدولا بأن يكون على وزن فعل فيقدر معدولا على وزن فاعل وذلك كعمر وزفر وزحل وثعل وهي معدولة عن عامر وزافر وزاحل وثاعل وهذا العدل تقديري لا حقيقي وذلك أن النحاة توجد الأعلام التي على وزن فعل غير منصرفة وليس فيها إلا العالمية وهي لا تكفي وحدها في منع الصرف فقدروا أنها معدولة عن وزن فاعل لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن وزن فاعل كغدر وفسق بمعنى غادر وفاسق وما سمع منصرفا مما كان على هذا الوزن كعدد لم يحكم بعدده وقد أحسن نحات ما سمي من ذلك وقد أحسن نحات ما سمع من ذلك غير منصرف فكان خمسة عشر علما وهي عمر وزفر وزحل وثعل وجشم وجمح وقزح ودلف وعصم وجحا وبلع ومدر وهبل وهبل وقسم وعداء الصوت في همع الهوان أربعة عشر بإسقاط هبل ويلحق بها جمع وقطع وبصع وبتع وهي أسماء يؤكد بها الجمع المؤنث نحو جاءت النساء جمع وقطع وبصع وبتع أي جميعهم ورأيت جمع ورأيت هن جمع وكتع وبصع وبتع ومرضت بهن جمع وكتع وبصع وبتع فهي ممنوعة من الصرف للتعريف والعدل أما كلمها معرفة فبدليل أنها تؤكد المعرفة كما رأيت وتعريفها هو بالإضافة المقدرة إلى ضمير المؤكد إذ التقدير جاء النساء جميعهم وأما كونها معدولة فلأن مفردها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء فحقها أن تجمع على جمعوات وكتعوات إلى آخره لأن ما كان على وزن فعلاء اسما فحقه أن يجمع على فعلوات كفحراء وفحراوات ولكنهم عدلوا بها عن فعلوات إلى فعل وإما جاء غير مصروف للتعريف والعدل سحر مجردا من الألف واللام والإضافة مرادا به سحر يوم بعينه وإن كان كذلك فلا يكون إلا ظرفا كجئت يوم الجمعات سحر أما كونه معرفة فلأنه أريد به معين وأما كونه معدولا فإنه معدول عن السحر بالألف واللام فإن التقدير جئت يوم الجمعة السحر سبعة أن يكون علما مزيدا في آخره ألف للإلحاق كأرطاء وذفراء إذا سميت بها وألفها زائدة للإلحاق وألفهما زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر رضوان السفة المنوعة من الصرف الصفحة الثالثة والعشرون بعد المائتين تنع الصفة من الصرف في ثلاثة موابع واحد أن تكون صفة أصلية على وزن أفعل كأحمر وأفضل ويشتلط فيها ألا تؤنث بالتاء فإن أنثت بها لم تنع كأرمل فإن مؤنثه أرمله والأرمل الفقير فإن كانت الوصفية عارضا لإسم على وزن أفعل لم تمنع من الصرف وذلك كأربع وأرنب في قولك مرضت بنساء أربع ورجل أرنب فأربع في الأصل اسم للعدد ثم وصف به فكأنك قلت بنساء معدودات بأربع وأرنب للحيوان المعروف ثم أريد به معنى الجبان والذليل فالوصف بهما عارض ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف وإن كانت الإسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها فتبقى ممنوعة من الصرف كما لم يضر عروض الوصفية الإسم فأبقى منصرفا وذلك كأبهم للقيد وأسود للحية وأرقم للحية المنقطة وأبطح للمثيل فيه دقيق الحصى وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئا فهي ممنوعة من الصرف وإن استعملت استعمال الأسماء لأنها صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ عليها من الإسمية كما لم يلتفت إلى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها وأما أجدل للصقر وأخيل لطائر ذي خيالان وأفعى للحية فهي منصرفة في لغة الأكثر لأنها أسمعهم في الأصل والحال وبعضهم يمنعها من الصرف لامحا فيها معنى الصفة وهي القوة في أجدل والتلون في أخيل والإيذاء في أفعى وعليه قول الشعر كأن العقليين حين لقيتهم فراح القطى لاقين أجدل بازيا وقول الآخر ذريمي وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيالا اثنان أن تكون صفة على وزن فعلان كعطشان وسكران ويشترط في منعها ألا تؤنس بالتال فإن أنست بها لم تمتنع كسيشان وهو الطويل ومصان وهو اللئيم وندمان وهو النديم لأن مؤنسها سيشانة ومصانة وندمان وقد أحصوا ما جاء على وزن فعلان مما يؤنث على فعلان فكان ثلاث عشرة صفة وهي ندمان للنديم وحبلان للعظيم البطن ودخنان لليوم المظلم وسيشان للطويل وصوجان لليابس الظهر من الدواد والناس وصيحان لليوم الذي لا غيم فيه وفخنان لليوم الحر وموتان للضعيف الفؤاد البليد وعلان للكثير النسيان وفشوان للدقيق الضعيف ومصران لواحد النصار ومصان للأيم وأليان لكبير الأليه فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء وما عداها فمنوع لأن مؤنثه على وزن فعلاء كغضان وغضاء وعطشان وعطشاء وسكران وسكراء وجوعان وجوعاء وأما نحو أرونان وهو الصعب من الأيام فمنصرف لأمرين الأول لأنه ليس على وزن فعلان والثاني لأنه يؤنث بالتاء فيقال يوم أرونان وليلة أرونان أي صعبة شديدة ثلاثا أن تكون صفة معدولة وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر ويكون العدل مع الوصف في موضاعي الأول الأعداد على وزن فعال أو مفعل كأحاد وموحد وثناء ومثناء وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهي معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين إلى آخر فإذا فإذا قلت جاء القوم مثناء فالمعنى أنهم جاءوا اثنين اثنين وقد قالوا إن العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما الثاني أخر في نحو قولك مررت بنساء أخرى قال تعالى فعدة من أيام أخر وهي جمع أخرى مؤنث آخر وآخر بفتح الخاء اسم تضيل على وزن أفعل بمعنى مغاير وكان القياس أن يقال مررت بنساء آخر كما يقال مررت بنساء أفضل بإفراد الصفة وتذكيرها لا بنساء أخر كما لا يقال بنساء فضل لأن أفعل التفضيل إن كان مجردا من أل والإضافة لا يؤنث ولا يثمى ولا يجمع وقد علمت في مبحث اسم التفضيل في الجزء الأول أنه إن كان مجردا من ألوى الإضافة واجب استعماله مفردا مذكرا وإن كان موصوفه مثنا أو مجموعا أو مؤنفا سواء أريد به معنى التفضيل أو لا كما هي الحال هنا تقول أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلا أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال فقد استعملوه موافقا للموصوف فقالوا آخر وآخران وآخرون وأخرى وأخريان وأخر على خلاف القياس وكان القياس أن يقال آخر للجميع فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف وإنما اختصت أخر في جعل عدلها مانعا من الصرف لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل وأخر لألف التأنيث وآخران وأخريان وآخرون معربة بالحروف وعلم أنه لن يسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن فعل ممنوعا من الصرف إلا أخر فقدروا فيها العدل ليكون علة أخرى مع الوصفية عنوان حكم الاسم الممنوع من الصرف حكم الاسم الممنوع من الصرف أن يمنع من التنوين والكسرة وأن يجرب الفتحة نحو مررت بأفضل منه إلا إلا إذا سبقته أل أو أضيف فيجر بالكسرة على الأصل نحو أحسنت إلى الأفضل أو إلى أفضل الناس وقد يصرف أن ينون ويجر بالكسرة غير مسبوق بأل ولا مضافا وذلك في ضرورة الشعر كقول السيدة فاطمة بنت الرسول ترفي أباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا والمنقوص المستحق الممع من الصرف كجوار وغواش تحذف يا أبو رفعا وجرا وينون نحو جاءت جوار ومررت بجوار ولو سميت امرأة بناج قلت جاءت ناج ومررت بناج ويكون الجر بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك أما في حالة المصد فتثبت الياء مفتوحة نحو رأيت جواريا وناجيا وقد جاء في الشعري إثبات يائه في حالة الجر ظاهرة عليها الفتحة كقوله فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا ومن النحات من يثبت ياء المنقوس الممنوع من الصرف إذا كان علم في أحواله الثلاثة فأقول جاءت ناجي ورأيت ناجية ومردت بناجية واعلم أن تنوين المنقوس المستحق المنع من الصرف إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع من عنوان فوائد الصفحة الثامنة والعشرون بعد المائتين واحد أجاز بعضهم صرف ما حقه أن يمنع مطلقا في مظم أو نثر وهي لغة حكاها الأخفش وقال كأنها لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام ولا ريب أنها لغة ضعيفة لا يلتفت إليها اثنان إذا عرض للعلم الممنوع من الصرف التنكير كان يراد به واحد لا بعينه ممن سمي به فأنه ينصرف نحو جاءني عمر من العمرين وفاطمة من الفاطمات وإبراهيم من الإبراهيمين وأحمد من الأحمدين وعثمان من العثمانين ونحو رب سعاد وعمران ويزيد ويوسف ومعدي كارب لقيت إلا إذا كان منقولا عن صفة كمن سميته بأحمر ويقفان فإنه لا ينصرف على المختار من أقوال النحاة وهو ما ذهب إليه في بوي لأنه قبل نقله من الوصفية إلى العالمية كان ممنوعا من الصرف فإذا فقد العالمية رجع إلى أصله من المنع اعتدادا بهذا الأصل ولم يفعلوا ذلك في غير الصفات الممنوعة لأنه بزوال العالمية التي هي أحد سبب المنع لم يبقى إلا سبب واحد فلا يكفي في المنع من الصرف ثلاثة أجاز الكوفيون والأخفش وأبو علي الفارسي للشاعر أن يمنع صرف ما حقه أن ينصرف وعليه قول الأخطل طلب الأزارق بالكتائب إنهوت بشبيب غائلة النفوس غدور وقول العباس بن مرداس وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع واختاره ابن مالك وهو الصحيح كما قال ابن هشام لكثرة ما ورد منه وعن فعل بن أنه أجاز منع منصرف مطلقا في نظم أو نثر وبعضهم خص ذلك بما كان علما وبعضهم أجاز صرف ما كان على صيغة منتهى الجموع والحق الاقتصار على ما ذكرنا عنوان المعرب بالحروف من الأسماء الصفحة التاسعة والعشرون بعد المائتين المعرب بالحروف من الأسماء ثلاثة أنواع المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة فالمثنى يرفع بالألف مثل أفلح المجتهدان وينصب ويجر بلياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل أكرمت المجتهدين وأحسنت إلى المجتهدين ومن العربي من ينزم المثنى الألف رفقا ونصبا وجر وهم بن الحارث ابن كعب وخسعم وزبيد وكنانة وآخرون فأقولون جاء الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان وعليه قول الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم وقول الآخر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها وحملوا على هذه اللغة قراءة من قرأ إن هذان لساحران بتجديد إن وقرئ إن هذان بتخفيفها وإن هذين بتجديدها ونصبها بين بلياء وجمع المذكر السالم يرفع بالواو مثل أفلح المجتهدون وينصب ويجر بلياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها مثل أكرمت المجتهدين وأحسنت إلى المجتهدين والأسماء الخمسة هي أب وأخ وحمل وفو وذو ويترفع بالواو مثل جاء أبو الفضلي وتنصب بالألف مثل أكرم أباك وتزغب بلياء مثل عامل الصديقة معاملة أخيك وهي لا تعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة إلى غير ياء المتكلم فإن كانت مثناتا أو مجموعة فتعرب إعراض المثنى أو الجمع مثل أكرم أبويك واقتد بصالح آبائك واعتصم بذوي الأخلاق الحسنى وإن قطعت عن الإضافة كانت معربة بحركات ظاهرة مثل هذا أبو صالح وأكرم الفم عن بذيء الكلام وتمسك بالأخ الصادق وإن أضيفت إلياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة على آخرها يمنع من ظهورها كسرة المناسبة مثل أبي رجل صالح وأكرمت أبي ولازمت طاعة أبي ومن العرب من يقول في أب وأخ وحم هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك بحذف الآخر ويعرب الاسم بحركة ظاهرة ومنه قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فمع ظلم ومن قال هذا أبك قال في التثنية هذان أباني ومن قال هذا أبك قال هذان أبواني ومنهم من يلزم ذلك الألف في حالات الإعراب الثلاث ويعربه إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف سواء أضيف أم لم يضف فيقول هذا أبا ورأيت أبا ومررت بأبا ويقول هذا الأبا ورأيت الأبا ومررت بالأبا باعتبار أنه اسم مقصور كما تقول هذه عصا وهذه العصا لأن الأصل أبا طلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قلت في عصا وأصلها عصا ومنه المثل مقره أخاك لا بطل وقول الشاعر إن أباها وأبا أباها البيت ومن قال هذا أبا قال في التثنية هاذان أبوان كما يقول هاتان عصوان يقلب الألف واو انتهى الوجه الأول عنوان إعراب الملحق بالمثمى الصفحة الثانية والثلاثون بعد المائتين يعرب اثنان واثنتان إعراب المثمى ويعرب كلا وكلتا إعراب المثمى إذا أضيف إلى دمير مثل جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما ومررت بالرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما فإن أضيفت إلى غير الضمير أعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرى مثل جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين وكلا وكلتا اسمان ملازمان بالإضافة ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد باعتبار لفظهما وضمير المثنى باعتبار معناهما فتقول كلا الرجلين عالم وكلاهما عالمان وقد جتمع في قول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راب إلا أن اعتبار اللفظ أكثر وبه جاء القرآن الكريم قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم يقل آتتا ويعرب ما سمي به من الأسماء المثنات إعراب المثنى لأنه ملحق به فتقول جاء حسمان وزيدان ورأيت حسمين وزيدين ومررت بحسمين وزيدين ويجوز أن يلزم الألف ويعرب إعراب ما لا ينصرف تشبيها له بنحو عمران وسلمان تقول جاء زيدان وحسمان ورأيت زيدان وحسنان ومررت بزيدان وحسنان كما تقول جاء عمران ورأيت عمران ومررت بعمران ويكون منعه من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون عنوان فائدتان الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئتين واحد قال ابن هشام في المغني وقد سئلت قبيما عن قول القائل زيد وعمر كلاهما قائم أو كلاهما قائمان فكتبت إن قدر كلاهما توكيدا قيل قائمان لأنه خبر عن زيد وعمر وإن قدر مبتدأا فالوجهان والمختار الإفراد وعلى هذا فإذا قيل إن زيدا وعمرا فإن قيل كلي هما قيل قائمان أو كلاهما فالوجهان ويتعين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما محب لصاحبه لأن معناه كل واحد منهما وقوله كلاهما غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا اثنان اثنان يؤكد بكل المثمى المذكر وبكلتا المثمى المؤنث ويضافان أبدا لفظا ومعما إلى اسم واحد معرفة دال على اثنين إما بلفظه نحو جاء كلا الرجلين وإما بمعماه كقول الشعر إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أي وكلا ما ذكر من الخير والشر ولا يضافعني إلى مفرد وأما قول الشعر كلا أخي وخليلي واجدي أبدا في النائبات وإلمان الملمات فضرورة نادرة لا يلتفت إليها ولا يستشهد بها ولا تباح في شيء من الكلام حتى الشعر لأن الضرورة إنما يستشهد بها إذا كانت كثيرة فإن كثرت في كلامهم جاز للشاعر ارتكابها عنوان أعراب الملحق بجمع المذكر السالم الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المائتين يؤرب الملحق بجمع المذكر السالم وهو ما جمع هذا الجمع على غير قياس إعراب جمع المذكر السالم ويجوز في نحو بنينا وسنينا وعضينا وثبينا وما أشباه أن يؤرب إعراب هذا الجمع وهو الأفصح فيقال مرت علي سنونا واغتربت سنينا وأنجزت هذا العمل في سنينا قال تعالى ألكم البنات وله البنون ويجوز أن تلزم هلياء مع التنوين تشبيها له بحين فيعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا تقول مرت علي سنين كثيرة وامكثت معتربا سنينا كثيرة أو ثمانية سنين وعليه قول الشعر دعاني من مجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشي ابننا مرد وقول الآخر وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين ويجوز فيما سمي به من هذا الجمع أن يؤرب إعرابه فتقول جاء عابدونا وزيدونا ورأيت عابدين وزيدين ومردت بعابدين وزيدين وهو الأفصح ويجوز أن يلزم الياء والنون مع التنوين والإعراب بالحركات الثلاث فتقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومردت بزيدون ويجوز أن يلزم الوا والياء والنون بلا تنوين ويعرب إعراب ما لا ينصرخ تشبيها له بهارون فيجري مجراه ويكون ممنوعا من الصرخ للعالمية وشبه العجمة فتقول جاء عابدون وحمدون وخلدون وزيدون ورأيت عابدون وحمدون وخلدون وزيدون ومردت بعابدون وحمدون وخلدون وزيدون كما تقول جاء هارون ورأيت هارون ومردت بهارون عنوان إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المائتين تعرب أولات كجمع المؤنث السالم بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا قال تعالى وإن كم أولاة حمل وتقول أولاة الأخلاق الطيبة محبوبات وارجو الخير من أولاة الحياء والصلاح والعلم ويؤرب ما سمي به من هذا الجمع إعرابه فتقول هذه أذرعات وعرفات ورأيت أذرعات وعرفات وسافرت إلى أذرعات وعرفات هذا هو الفصيح قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات ويجوز فيه مذهبان آخران أحدهما أن يعرب إعراب ما لا ينصرف للعالمية والتأنيث فيرفع بالدم وينصب ويجر بالفتحة ويمتمع حينئذ من التنوين فتقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات والثاني أن يرفع بالدم وينصب ويجر بالكسرة كجمع المؤنث السالم غير أنه يزال منه التنوين فتقول هذه أذرعات ودخلت أذرعات وعرجت على أذرعات ويروى قول امرئ القيس طورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها مظر عالي بالأوجه الثلاثة كسر التاء منونة وكسرها بلا تنوين وفتحها غير منونة عنوان الباب الثامن مرفوعات الأسماء الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئتين مرفوعات الأسماء تسعة الفاعل ونائب والمبتتأ وخبر واسم الفعل الماقص واسم أحرف ليس وخبر الأحرف المشبهة بالفعل وخبر لا النافية للجنس والتابع للمرفوع ويجتمل هذا الباب على سبعة فصول عنوان الفاعل الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئتين الفاعل هو المسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه نحو فاز المجتهد والسابق فرسه فائز فالمجتهد أسند إليه الفعل التام المعلوم وهو فاز والفرس أسند إليه شبه الفعل التام المعلوم وهو السابق فكلاهما فائل لما أسند إليه والمراد بشبه الفعل المعلوم اسم الفاعل والمصدر واسم التفضيل والصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل واسم التفضيل فهي كلها ترفع الفاعل كالفعل المعلوم ومنه اسم المستعار نحو أكرم رجلا مسكا خلقه فخلقه فاعل لمسك مرفوع به لأن الاسم المستعار في تأويل شبه الفعل المعلوم والتقدير أكرم رجلا طيبا خلقه وتأويل قولك رأيت رجلا أسدا غلامه رأيت رجلا جريئا غلامه كالأسد وفي هذا الفصل خمسة مباحث عنوان واحد أحكام الفاعل الصفحة الثامنة والثلاثون بعد المائتين للفاعل سبعة أحكام واحد وجود رفعه وقد يجر لفظا بإضافته إلى المصدر نحو إكرام المرء أباه فرض عليه أو إلى اسم المصدر نحو سلم على الفقير سلامك على الغني وكحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء أو بالباء أو من أو اللام الزائدات نحو ما جاءنا من أحد وكفى بالله شهيدا وهيهات هيهات لما توعدون اثنان اثنان أجوب وقوعه بعد المسند فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفائل ضميرا مستترا يعود إليه نحو علي قام والمقدم وتقديم الفائل على المسند إليه فأجاز أن يكون زهير في قولك زهير قام فائلا لجاء مقدما عليه ومنع البصريون ذلك وجعلوا المقدم مبتدأ خبره الجملة بعده كما تقدم وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في أنه يجوز أن يقال على رأي الكوفيين الرجال جاء على أن الرجال فاعل لجاء مقدم عليه وأما البصريون فلم يجيزوا هذا التعبير بل أوجبوا أن يقال الرجال جاء على أن الرجال مبتدأ خبره جملة جاء من الفعل وفاعله الضمير البارز والحق أن ما ذهب إليه البصريون هو الحق وقد تمسك الكوفيون بقول الزباء ما للجمال مشوها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا فقالوا لا يجوز أن يكون مشوها مبتدأ لأنه يكون بلا خبر لأن وإيدا منصوب على الحال فوجب أن يكون فاعلا لوئيدا مقدما عليه وقال البصريون إنه ضرورة أو إنه مبتدأ محذوف الخبر وقد وقد سدت الحال مسده أي ما للجمال مشوها يبدو وإيدا على أنه لا حاجة إلى ذلك فهذا البيت على فرض صحة الاستشهاد به شاذ يذوب في بحر غيره من كلام العرب ونرى أن الاستشهاد به لا يجوز لأن الزباء هذه مشكوك في كثير من أخبارها ثم إنها لم تنشأ في بيئة يصح الاستشهاد بكلام أهلها فإنها من أهل باجرما وهي قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة جزيرة أقور التي بين الفرات ودجلة وهي مجاورة لديار الشام والعلماء لا يستشهدون بكلام الفصحاء المجاورين لجزيرة العرب فكيف يصح الاستشهاد بكلام امرأة من أهل جزيرة أقور وقد قالوا إنها كانت ملكة الجزيرة وكانت تتكلم بالعربية راجع ترجمتها في شرح الشواهد للعين في شرح شواهد الفاعل وفي مجمع الأمثال للميدان في شرح المثل ببقة صرم الرأي وذكر في جمهرة الأمثال هذه أنها كانت على الشام والجزيرة من قبل الروم وفي قاموس وشرحه للزبيد أن الزباء اسم الملكة الرومية تمد وتقصر وهي ملكة الجزيرة وتعد من ملوك الطوائف وهي بنت عمر ابن الظرب أحد أشراف العرب وحكمائهم خدعه جذيمة الأبرش وأخذ عليه ملكه وقتله وقامت هي بأخذ سأره في قصة مشهورة مجتملة على أنثال كثيرة نقول وإن تاريخ الزباء يشبه تاريخ زنبيا التي يذكرها الروم في أخبارهم ويرجح العلماء أنها هي ويراجع الكلام على باجرما وجزيرة أقور في معجم البلدان ثلاثة أنه لا بد منه في الكلام فإن ظهر في اللفظ فذاك وإلا فهو ضمير راجع إما لمذكور نحو المجتهد ينجح أو لما دل عليه الفعل كحديث لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أو لما دل عليه الكلام كقولك في جواب هل جاء سليم نعم جاء أو لما دل عليه المقام نحو كلا إذا بلغت التراقي وقول الشاعر إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء أو لما دل عليه الحال المشاهدة نحو إن كان غدا سأتني وقول الشاعر إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا أربعة أنه يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينة دالة علي كأن يجاب به نفي نحو بلى سعيد في جواب من قال ما جاء أحد ومنه قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد أو استشهام تقول من سافر فيقال سعيد وتقول هل جاءك أحد فيقال نعم خليل قال تعالى لإن سألتهم من خلقهم لا يقول ما الله وقد يكون الاستفهام مقدرا كقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في قراءة من قرأ يسبح مجهولا ومنه قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح وبما جاء فيه حذف الفعل مع بقاء فعله كل اسم مرفوع بعد أداة خاصة بالفعل والحذف في ذلك واجب نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ونحو إذا السماء انشقت ومنه المثل لو ذات سواء لطمطني وقول امرئ القيس إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني وقول السماء وقال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل فكل من أحد والسماء والذات والمرء فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده خمسة أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد وإن كان مثنا أو مجموعة فكما تقول اجتهد التلميذ فكذلك تقول اجتهد التلميذان واجتهد التلاميذ إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق فيها الفعل الفاعل فيقال على هذه اللغة أكرماني صاحباك وأكرموني أصحابك ومنه قول الشاعر نتج الربيع محاسنا القحنها غر السحائب وقول الآخر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم وما ورد من ذلك في فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من المضمر وعليه قوله تعالى وأثر النجوى الذين ظلموا أو يعرب الظاهر مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم أو يعرب فاعلا لفعل محذوف فكأنه قيل بعد قوله وأثر النجوى من أثرها فيقال أثرها الذين ظلموا وهو الحق وأما على تلك اللغة سيعرب فيعرب الظاهر فاعلا وتكون الألف والواو والنون أحرفا للدلالة على التثنية أو الجم فلا محل لها من الإعراب فحكمها حكم تاء التأنيث مع الفعل المؤنث ستة أن الأصل اتصال الفاعل بفعله ثم يأتي بعده المفعول وقد يعكس الأمر فيتقدم المفعول ويتأخر الفاعل نحو أكرم المجتهد أستاذه وسيأتي الكلام على ذلك في باب المفعول به سبعة أنه إذا كان مؤنثا أنس فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المبارعة في أول المضارع نحو جاءت ساطمة وتذهب خديجة وللفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث ثلاث حالات وجوب التذكير ووجوب التأنيث وجواز الأمرين عنوان اثنان متى يجب تذكير الفعل مع الفاعل الصفحة الرابعة والأربعون بعد المائتين يجب تذكير الفاعل مع الفاعل في موضعين واحد أن يكون الفاعل مذكرا مفردا أو مثنا أو جمع مذكر سالما سواء أكان تذكيره معنا ولفظا نحو ينجح التلميذ أو المجتهدان أو المجتهدون أو معنى لا لفظا نحو جاء حمزة وسيوم أكان ظاهرا كما مثل أن ضميرا نحو المجتهد ينجح والمجتهدان ينجحان والمجتهدون ينجحون وإنما نجح هو أو أنت أو هما أو أنتم فإن كان جمع تكسير كرجال أو مذكرا مجموعا بالألف والتاء كطلحات وحمزات أو ملحقا بجمع المذكر السالم كبنين جاز في فعله الوجهان تذكيره وتأنيصه كما سيأتي أما إن كان الفاعل جمع مذكر سالما فالصحيح وجوب تذكير الفعل معه وأجاز الكوفيون تأنيصه وهو ضعيف فقد أجاز أن يقال أفلح المجتهدون وأفلحت المجتهدون اثنان أن يفصل بينه وبين فائله المؤنث الظاهر بإلا نحو ما قام إلا فاطمة وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحظوف إذ التقدير ما قام أحد إلا فاطمة فلما حذش الفائل تفرغ الفعل لما بعد إلا فرفع ما بعدها على أنه فائل في اللفظ لا في المعنى فإن كان الفاعل بميرا ممتصلا مفصولا بينه وبين فعله بإلا جاز في الفعل الوجهان كما ستعلم وقد يؤنث مع الفصل بها والفاعل اسم ظاهر وهو قليل وخصه جمهور النحاة بالشعر كقوله ما برئت مريبة وذن في حربنا إلا بنات العم انتهى الشريط الثامن عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع عشر من الكتاب عنوان ثلاثة متى يجب تأميث الفعل مع الفاعل الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئتين يجب تأميث الفعل مع الفاعل في ثلاثة مواد واحد أن يكون الفعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصلا بفعله مفردا أو مثنا أو جمع مؤنث سالما نحو جاءت فاطمة أو الفاطمتان أو الفاطمات فإن كان الفاعل ظاهر مؤنثا مجرزيا كشمس أو جمع تكسير كفواتم أو ضميرا منفصلا نحو إنما قام هي أو ملحقا بجمع المؤنث السالم كبنات أو مفصولا بينه وبين فعله بفاصل جاز فيه الوزهان كما سيذكر أما جمع المؤنث السالم فالأصح تعنيثه وأجاز الكوفيون وبعض البصريين تذكيره فيقولون جاءت الفاطمات وجاء الفاطمات إثنان أن يكون الفاعل ضميرا مستقرا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي نحو خديجة ذهدت والشمس تطلع ثلاثة أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر غير عاقل على أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث نحو الزينبات جاءت أو جئنا وتجيء أو يجئنا والفواطم أقبلت أو أقبلنا والجمال تسير أو يسرنا عنوان أربعة متى يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيث الصفحة الخامسة والأربعون بعد المائتي يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيث في تسعة أمور واحد أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا أي ليس بضمير نحو طلعت الشمس وطلع الشمس والتأنيث أفصح اثنان أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا بينه وبين فعله بفاصل غير إلا نحو حضرت أو حضر المجلس امرأة وقول الشاعر إن امرأ غره من كن واحدة بعد وبعدك في الدنيا لمغرور والتأنيث أفصح ثلاثة أن يكون دميرا منفصلا لمؤنث نحو إنما قام أو إنما قامت هي ونحو ما قام أو ما قامت إلا هي والأحسن ترك التأنيث أربعة أن يكون الفاعل مؤنثا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة أو ساءة التي للذن نحو نعمة أو نعمة وبئسة أو بئسة وساءة أو ساءة المرأة بعد والتأنيث أجود خمسة أن يكون الفاعل مذكرا مجموعة بالألف والتاء نحو جاء أو جاء بالطلحات والتذكير أحسن ستة أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر نحو جاء أو جاءت الفواطم أو الرجال والأفضل والأفضل التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث سبعة أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع تكسير لمذكر عاقل نحو الرجال جاء أو جاءت والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصح ثمانية أن يكون الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم فالأول نحو جاء أو جاءت البنون ومن التأنيث قوله تعالى آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل والثاني نحو قامت أو قام البنات ومن تذكيره قول الشاعر وهو عدة ابن الطبيب فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضائنون إلي ثم تصدعوا ويرجح التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث تسعة أن يكون الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جمعيا فالأول نحو جاء أو جاءت النساء أو القوم أو الرهط أو الإبل والثاني نحو قال أو قالت العرب أو الروم أو الفرس أو الترق ونحو أورقة أو أورقة الشجر وهناك حالة يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه وذلك إذا كان الفاعل المذكر مضافا إلى مؤنث على شرط أن يغني الثاني عن الأول لو حذف تقول مرة أو مرت علينا كرور الأيام وجاء أو جاءت كل الكاتبات بتذكير الفعل وتأنيثه لأنه يصح إسقاط المضاف المذكر وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه فيقال مرت الأيام وجاءت الكاتبات وعليه قول الشاعر كما شرقت صدر القناة من الدم غير أن تذكير الفعل هو الفصيح والكثير وتأنيثه في ذلك ضعيف وكثير من الكتاب اليوم يقعون في مثل هذا لاستعمال الضعيف أما إذا كان لا يصح إسقاط المضاف المذكور وإقامة المضاف إليه المؤنث مقامه بحيث يختل أصل المعنى فيجب التذكير نحو جاء غلام سعاد فلا يصح أبدا أن يقال جاءت غلام سعاد لأنه لا يصح إسقاط المضاف هنا كما صح هناك فلا يقال جاءت سعاد وأنت تعمي غلامها عنوان خمسة أقسام الفاعل الصفحة الثامنة والأربعون بعد المائتين الفاعل ثلاثة أنواع صريح وضمير ومؤول فالصريح فهذا الحق والدمير إما متصل كالتائم قمت والواو من قام والألف من قام ولياء من تقومين وإما منفصل كأنا ونحن من قولك ما قام إلا أنا وإنما قام نحن وإما مستطر النحو أقوم وتقوم ونقوم وسعيد يقوم وسعاد تقوم والمستطر على بربين مستطر جوازا ويقوم في الماضي والمضارع المسندين إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة ومستطر وجوبا ويكون في المضارع والأمر المسندين إلى الواحد المخاطب وفي المضارع المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا وفي اسم الفعل المسند إلى متكلم كأف أو مخاطب كصه وفي شعل التعجب الذي على وزن ما أفعل محو ما أحسن العلم وفي أفعال الاستثناء كخلا وعداء وحاشا ونحو جاء القوم ما خلا سعيدا والدمير المستطر في أفعال الاستثناء يعود إلى البعض المفهوم من الكلام فتقدير قولك جاء القوم ما خلا سعيدا جاء ما خلا البعض سعيدا وما إما مصدرية ظرفية وما بعدها في تأويل مصدر مضاف إلى الوقت المفهوم منها والتقدير جاءوا زمن خلوهم من سعيد والتقدير جاءوا خالين من سعيد والفاعل المؤول هو أن يأتي الفعل ويكون فاعله مصدرا مفهوما من الفعل بعده نحو يحسن أن تجتهد فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد ولما كان الفعل الذي بعد أن في تأويل المصدر الذي هو الفاعل سمي الفعل مؤولا ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف وهي أن وأن وكي وما ولو المصدريتين فالأول نحو يعجبني أن تجتهد والتقدير يعجبني اجتهادك والثاني مثل بلغني أنك فاضل والتقدير بلغني فضل والثالث مثل أعجبني ما تجتهد والتقدير أعجبني اجتهادك والرابع مثل جئت لكي أتعلم والتقدير جئت للتعلم وكي لا يتأول الفعل بعدها إلا بمصدر مجرور بالله والخامس مثل وددت لو تجتهد والتقدير وددت اجتهادك ولو لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول كما رأيت والثلاثة الأول يتأول الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور والجملة المؤلفة من الفعل ومرفوعه تدعى جملة فعلية عنوان فائدتان الصفحة الخمسون بعد المائتين واحد إن وقع بعد لو كلمة أم فهناك فعل محذوف بينهما تقديره ثبتا فإن قلت لو أنك اجتهدت لكان خيرا لك فالتقدير لو ثبت اجتهادك فيكون المصدر المؤول فاعلا لفعل محذوف تقديره ثبتا اثنان الهمزة الوقعة بعد كلمة سواء تسمى همزة التسوية وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدع مؤخر وسواء قبله خبره مقدما عليه فتقدير قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم انذارك وعدم انذارك سواء عليهم أي الأمران سيان عندهم فهمزة التسوية معدودة في الأحرف المصدرية التي يتأول الفعل بعدها بمصدر فتكون الأحرف المصدرية على هاها ستة أحرف عنوان اثنان نائب الفاعل نائب الفاعل هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شبهه نحو يكرم المجتهد والمحمود خلقه منضوح فالمجتهد أسند إلى الفعل المجهول وهو يكرم وخلقه أسند إلى شبه الفعل المجهول وهو المحمود فكلاهما نائب فاعل لما أسند إليه والمراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول والاسم المنسوب إليه فاسم المفعول كما مثل والاسم المنسوب إليه نحو صاحب رجلا نبويا خلقه فخلقه نائب فاعل لنبوي مرفوع به لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول والتقدير صاحب رجلا منسوبا خلقه إلى الأنبياء ونائب الفاعل قائم ما قام الفاعل بعد حذفه ونائب منابة وذلك أن الفاعل قد يحذف من الكلام لغرض من الأغراب فانوه عنه بعد حذفه غيره وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث عنوان واحد أسباب حذف الفاعل الصفحة الحادية والخمسون بعد المائتين يحذف الفاعل إما للعلم به فلا حاجة إلى ذكره لأنه معروف نحو وخلق الإنسان ضعيفا وإما للجهل به فلا يمكنك تعيين نحو سرق المتاع إذا لم تعرف السارق وإما للرغبة في إخفائه للإبهام نحو ركب الحصان إذا عرفت الراكب غير أنك لم ترد إظهاره وإما للخوف عليه نحو ضرب فلان إذا عرفت الضارب غير أنك خفت عليه فلم تذكر وإما للخوف منه نحو سرق الحصان إذا عرفت السارق فلم تذكر خوفا منه لأنه شرير مثلا وإما لشرفه نحو عمل عمل منكر إذا عرفت العامل فلم تذكره حفظا لشرفه وإما لأنه لا يتعلق بذكره فائدة نحو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فذكر الذي يحيي لا فائدة منه وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يحيي اثنان الأشياء التي تنوب عن الفاعل الصفحة الثانية والخمسونة بعد المائتي ينوب عن الفاعل بعد حظه أحد أربعة أشياء واحد المفعول به نحو يكرم المجتهد وإذا وجد في الكلام فلا ينوب عن الفاعل غيره مع وجوده لأنه أولى من غيره بالنيابة لكون الفعل أشد طلبا له من سواه فيرتفع هو على النائبية وينتصب غيره نحو أكرم زهير يوم الجمعة أمام التلاميذ بجائزة سنية إكراما عظيما وقد ينوب المجرور بحرف الجر مع وجود المفعول به الصريح وذلك قليل نادر كقول الشاعر لم يُعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذلغي إلا هو هدى وقول الآخر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه وقراءة من قرأ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وإذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثة أقيم المفعول الأول مقام الفاعل فارتفع على النائبية وينتصب غيره نحو اعطي الفقير درهما وظن زهير مجتهدا ودريت ذفيا للعهد وأعلمت الأمر واقعا وقد تجوز نيابة المفعول الثاني في باب أعطى إن لم يقع لبس نحو كسي الفقير ثوب وأعطي المسكين بينار فإن لم يؤمن للتباس لم يجز إلا إنابة الأول نحو أعطي سعيد سعدا ولا يقال أعطي سعيدا سعد إذا أردت أن الآخذ سعد والمأخوذ سعيد فإن أردت ذلك قدمته فقلت أعطي سعد سعيدا ليتبين الآخذ من المأخوذ لأن كل منهما صالح لذلك فلا يتعين الآخذ إلا بتقديمه وإنابته عن الفاعل اثنان المجرور بحرف الجر نحو نظر في الأمر ومنه قوله تعالى ولما سقط في أيديهم على شرط أن لا يكون حرف الجر للتعليل فلا يقال ووقف لك ولا من أجلك إلا إذا جعلت نائب الفاعل ضمير الوقوف المفهوم من وقفا فيقوم التقدير وقف الوقوف الذي تعهد لك أو من أجلك وإذا يناد المجرور بحرف الجر على الفاعل يقال في إعرابه إنه مجرور لفظا بحرف الجر مرفوع محلا على أنه نائب فاعل غير أنه إن كان مؤنثا لا يؤنث فعله بل يجب أن يبقى مذكرا تقول ذهد بفاطمة ولا يقال ذهدت بفاطمة ثلاثة الظرف المتصرف المختص نحو موشي يوم كامل وصيما رمضان والمتصرف من الظروف ما يصح وقوعه مسندا إليه كيوم وليلة وشهر وظهر وأمام ووراء ومجلس وجهة ونحو ذلك وغير المتصرف منها ما لا يقع مسندا إليه فلا يكون إلا ظرفا كحيث وعوب وقط والآن ومع وإذا أو ظرفا ومجرورا بمن كعند ولد ولد وقبل وبعد وثم بفتح الثاء أو بإلى كمتى أو بمن وإلى كأينا وما كان كذلك لينوب عن الفاعل لأنه لا يسند إليه إذ لا يجوز فيه الرفع كما يصح أن تسند إلى يوم وشهر ورمضان فتقول جاء يوم الجمعة ومضى على الأمر شهر ورمضان شهر مبارك والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا والمراد باختصاصه أن يكون مفيدا غير مبهم وهو يختص بالوصف نحو جلس مجلس مفيد أو بالإضافة نحو سهرت ليلة القدر أو بالعالمية نحو صيم رمضان فلا تنوب عن الفاعل مثل زمان ووقت ومكان ونحوها من الظروف المبهمة غير المختصة فلا يقال وقف زمان ولا انتظر وقت ولا جلس مكان فإن اختصت بقيد يقيدها جازت نيابتها نحو وقف زمان طويل وانتظر وقت قصير وجلس مكان رحب أربعة المصدر المتصرف المختص نحو احتفل احتفال عظيم والمتصرف من المصادر ما يقع مسندا إليه كإكرام واحتفال ويعطاء وفتح ونصر ونحوها وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسندا إليه لأنه لا يكون إلا منصوبا على المصدرية أي على المفعولية المطلقة نحو معاذ الله وسبحان الله فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل أي لا يجوز فيه الرفع فيسند إليه كما يصح الإسناد إلى إكرام وفتح ونصر نحو إكرام الطيف سنة العرب ونحو إذا جاء نصر الله والفتح والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا والمراد باختصاصه أن يكون مقيدا غير مبهم ويختص بالوصف نحو يوقف وقوف طويل أو بيان العدد نحو نظر في الأمر نظرتان أو نظرات أو ببيان النوع نحو سير سير الصالحين وقد ينوب عن الفاعل ضمير المصدر المتصرف المختص كأن تقول هل كتبت كتابة حسنة؟ فتقول كتبت فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الكتابة وقد يعود الضمير على مصدر الفعل وإن لم يذكر لكونه مفهوما معهودا للسامع كقوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي حيل الحقول المعهود ذهنا فنائب الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الكلام ومنه قول الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم أي يغضى الإغضاء الذي تعهد وهو إغضاء الإجلال مهابة له فنائب الفاعل ضمير الإغضاء أي المفهوم من يغضي ولا يجوز أن يكون من مهابته في موضع الرفع على النائبية لأن حرف الجر هنا للتعليل فالمجرور في موضع مصبي على أنه مفعول لأجله وإذا كان حرف الجر للتعليل لا ينوب المجرور به عن الفاعل كما علمت لأنه يكون والحالة هذه من جملة أخرى لأن المفعول لأجله مبني على سؤال مقدر فإذا قلت وقف الناس فكأن سائلا سأل لماذا وقف الناس فقلت إجلالا للعلماء أي وقفوا إجلالا لهم فإجلال مبني على فعل مفهوم من الفعل المذكور فكذلك هنا في بيت الفرزدق إذ التقدير يغضى إغضاء يغضى إغضاء الإجلال أي يغضي الناس إغضاء إجلال وإنما يغضون ذلك الإغضاء من أجل مهابته أي مهابة له وإجلالا لمقامه وإذا فقد المفعول به من الكلام جازت نيابة كل واحد من المجرور والمصدر والظرف المختصين على السواء فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ومن نيابة المجرور أن تقول يشاد بذكر العاملين إشادة عظيمة ومن نيابة الظرف قولك يصلى يوم الجمعة صلاتها عنوان فائدة الصفحة السادسة والخمسونة بعد المئتين متى حذف الفائل وناب عنه نائبه فلا يجوز أن ينكر في الكلام ما يدل عليه فلا يقال عوقب الكسول من المعلم أو الكسول معاقب من المعلم بل يقال عوقب الكسول أو الكسول معاقب وذلك لأن الفاعل إنما يحذف لغرب فذكر ما يدل عليه مناف لذلك فإن أردت الدلالة على الفاعل أتيت بالفعل معلوما فقلت عاقب المعلم الكسول أو باسم الفاعل فقلت المعلم معاقب الكسول إلا أن تقول عوقب الكسول المعلم فيكون المعلم فاعلا لفعل محذوف تقديره عاقب فكأنه لما قيل عوقب الكسول سأل سائل من عاقبه فقلت المعلم أي عاقبه المعلم ويكون ذلك على حد قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في قراءة من قرأ يسبح مجهولا فيكون رجال فاعلا لفعل محذوف والتقدير يسبحه رجال كما تقدم في باب الفاعل انتهى الوجه الأول نائب الفاعل وأقسابه الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين كل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يراعى مع نائبه لأنه قائم مقامة فله حكم فيجب رفعه وأن يكون بعد المسند وأن يذكر في الكلام فإن لم يذكر فهو ضمير مستكر وأن يؤنث فعله إن كان مؤنثا وأن يكون فعله موحدا وإن كان هو مثنا أو مجموعة ويجوز حنف فعله لقرينة دالة عليه فعلى الطالب مراجعة هذه الأحكام كلها في مبحث الفاعل وأن يأتي بأمثلة لنائب الفاعل على شاكلة أمثلة الفاعل ونائب الفاعل كالفاعل ثلاثة أقسام صريح وضمير ومؤول فالصريح نحو يحب المجتهد والضمير إما متصل كالتائي من أكرمت وإما منفصل نحو ما يكرم إلا أنا وإما مستطر نحو أكرم ونكرم وتكرم وزهير يكرم وفاطمة تكرم والمؤول نحو يحمد أن تجتهدوا والتأويل يحمد اجتهادكم راجع ما فصلناه من الكلام على أقسام الفاعل وأحكامه عنوان ثلاثة المبتدأ والخبر الصفحة السابعة والخمسون بعد المائتين المبتدأ والخبر اسماني تتألف منهما جملة مفيدة نحو الحق منصور والاستقلال ضامن سعادة الأمة ويتميز المبتدأ عن الخبر بأن المبتدأ مخبر عنه والخبر مخبر به والمبتدأ هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل والخبر ما أسند إليه المبتدأ وهو الذي تكم به مع المبتدأ فائدة والجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر تدعى جملة اسمية ويتعلق بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث عنوان واحد أحكام المبتدأ الصفحة الثامنة والخمسون بعد المائتين للمبتدأ خمسة أحكام الأول وجوب رفعه وقد يجر بالباء أو من الزائدتين أو بربة التي هي حرف جر شبيه بالزائد فالأول نحو بحسبك الله والثاني نحو هل من خالق غير الله يرزقكم والثالث نحو يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة الثاني وجوب كونه معرفة نحو محمد رسول الله أو نكرة مفيدة نحو مجلس علم ينتفع به خير من عبادة سبعين سنة وتكون النكرة مفيدة بأحد أربعة عشر شرطا واحد بالإضافة لفظا نحو خمس صلوات كتنهن الله أو معنا نحو كل يموت ونحو قل كل يعمل على شاكلته أي كل أحد اثنان بالوصف لفظا نحو لعبد مؤمن خير من مشرك أو تقديرا نحو شر أهر ذاناب ونحو أمر أتى بك أي شر عظيم وأمر عظيم أو معنا بأن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا أي رجل حقير لأن التصغير فيه معنى الوصف ثلاثة بأن يكون خبرها غرفا أو جارا ومجرورا مقدما عليها نحو وفوق كل ذي علم عليم ولكل أجل كتاب أربع بأن تقع بعد مفي أو استفهام أو لولا أو إذا الفجائية فالأول نحو ما أحد عندنا والثاني نحو أإله مع الله والثالث كقول الشعر لو لا استبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعني والرابع نحو خرجت فإذا أسد رابض خمسة بأن تكون عاملة نحو إعطاء كرشا في سبيل العلم ينهض بالأمة ونحو أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فيعطاء عمل النصب في قرشا على أنه مفعول به وأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور مفعول لهما غير صريح ستة بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط والاستفهام وما التعجبية وكما الخبرية فالأول نحو من يجتهد يفلح والثاني نحو من مجتهد وكم علما في صدرك والثالث نحو ما أحسن العلم والرابع نحو كم مأثرة لك سبعة بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر فالأول نحو سلام عليكم والثاني نحو ويل للمتصفين ثمانية بأن تكون خلفا عنه صوف نحو عالم خير من جاهل أي رجل عالم ومنه المثل ضعيف عاذ بقرملة تسعة بأن تقع صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها فالأول كقول الشعر سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي والثاني كقول الشعر الزيب يطرقها في الظهر واحدة وكل يوم وكل يوم طراني مدية بيدي عشرة بأن يرد بها التنويع أو التفصيل والتقسيم كقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أزر وقول الآخر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر حادي عشر بأن تغطف على معرفة أو يغطف عليها معرفة فالأول نحو خالد ورجل يتعلمان النحو والثاني نحو رجل وخالد يتعلمان البيان ثاني عشر بأن تغطف على نكرة موصوفة أو يغطف عليها نكرة موصوفة فالأول نحو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدبعها أذى والثاني نحو طاعة وقول معروف ثالث عشر بأن يرد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه نحو ثمرة خير من جرادة ورجل أقوى من امرأة رابع عشر بأن تقع جوابا نحو رجل في جواب من قال من عندك عنوان فائدة الصفحة الحادية والستون بعد المائتين لم يشترد سيبويه والمتقدمون من النحات لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة فكل نكرة أفادت إن ابتدئ بها صح أن تقع مبتدعا ولهذا لم يجز الابتداء بالنكرة الموصوفة أو التي خبرها ظرف أو جار ومجرور مقدما عليها إن لم تفد فلا يقال رجل من الناس عندنا ولا عند رجل مال ولا لإنسان ثوب لعدم الفائدة لأن الوصف الأول وتقدم الخبر في الثاني لم يفيد التخصيص لأنهما لم يقلل من شيوع النكرة وعمومها الثالث جواز حذفج إن دل عليه دليل تقول كيف سعيد فيقال في الجواب مجتهد أي هو مجتهد ومنه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقوله سورة أنزلناها والتقدير في الآية الأولى فعمله لنفسه وإساءته عليها فيكون المبتدأ وهو العمل والإساءة محذوفا والجار متعلق بخبره المحذوف والتقدير في الآية الثانية هذه صورة الرابع الرابع وجوب حنفه وذلك في أربعة مواضع واحد إن دل عليه جواب القسم نحو في ذمتي لأفعل النكذا أي في ذمتي عهد أو ميثاق اثنان إن كان خبره مصدرا نائبا عن فعله نحو صبر جميل وسمع وطاعة أي صبري صبر جميل وأمري سمع وطاعة ثلاثة إن كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذن بعد نعمة وبئس مؤخرا عنهما نحو نعمة الرجل أبو طالب وبئس الرجل أبو لهب فأبو في المثالين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أربعة إن كان في الأصل نعتا قطع عن النعتية في معرض مدح أو ذم أو طرحم نحو خذ بيد زهير الكريم ودع مجالسة فلان اللئيم وأحسن إلى فلان المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة وجوبا والتقدير هو الكريم وهو اللئيم وهو المسكين ويجوز أن تقطعه عن الوصفية للنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره في الأول أندح وفي الثاني أذم وفي الثالث أرحم الخامس أن الأصل فيه أن يتقدم على الخبر وقد وقد يجب تقديم الخبر عليه وقد يجوز الأمران وسيأتي الكلام على ذلك عنوان اثنان أقسام مبتدأ الصفحة الثالثة والستون بعد المائتين المبتدأ ثلاثة أقسام صريح نحو الكريم محبوب وضمير منفصل نحو أنت مجتهد ومؤول نحو وأن تصوم خير لكم ونحو سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنظرهم ومنه المثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه عنوان ثلاثة أحكام خبر المبتدأ الصفحة الثالثة والستون بعد المائتين لخبر المبتدأ سبعة أحكام الأول وجوب رفعه الثاني أن الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة وقد يكون جامدا نحو هذا حجر الثالث وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا الرابع جواز حذفه إن دل عليه دليل نحو خرجت فإذا الأسد أي فإذا الأسد حاضر وتقول من مجتهد فيقال في الجواب زهير أي زهير مجتهد ومنه قوله تعالى أكلها دائم وظلها أي وظلها كذلك الخامس وجوب حذفه في أربعة موابع واحد أن يدل على صفة مطلقة أي دالة على وجود عام وذلك في مسألتين الأولى أن يتعلق بها ظرف أو جر ومزرور نحو الجنة تحت أقدام الأمهات والعلم في الصدور والثانية أن تقع بعد لولا أو لوما نحو لولا الدين لهلك الناس ولوما الكتابة لضاع أكثر العلم فإن كان صفة مفيدة أي دالة على وجود خاص كالمشي والقرود والرقوب والأكل والشرب ونحوها وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل نحو لولا العدو سالمنا ما سلم ونحو خالد يكتب في داره والعصفور مغرد فوق العصمة ومنه حديث لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فإن دل عليه دليل جاز حظفه وذكره نحو لولا أنصاره لهلك أي لولا أنصاره حموه لهلك ونحو علي على فرسه أو علي راكب على فرسه اثنان أن يكون خبرا لمبتدأ صريح في القسم نحو لعمرك لأفعل ونحو أي من الله لأجي تهدم قال الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تجلى يومه لابن أمسه وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره جاز حنف خبره وإثباته تقول عهد الله لا أقول أن الحق وعهد الله علي لا أقول أن الحق ثلاثة أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر وبعدهما حال لا تصلح أن تكون خبرا وإنما تصلح أن تسد مسد الخبر في الدلالة عليه فالأول نحو تأدي بي الغلام مسيئا والثاني نحو أفضل صواتك خاليا مما يشغلك ولا لا فرق بين أن يكون اسم التفضيل مضافا إلى مصدر صريح كما مثل أو مؤول نحو أحسن ما تعمل الخير مستترا وكذا لا فرق بين أن تكون الحال مفردة كما ذكر أو جملة كحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقول الشاعر وقد اجتمعت فيه حالان المفردة والمركبة خير اقتراب من المولى حليف رضا وشر بعدي عنه وهو غضان فالحال في الأمثلة المتقدمة دالة على الخبر المحذوف وهو حاصل سادة مسدة لكنها غير صالحة للإخبار بها مباشرة لمباينتها للمبتدأ إذ لا معنى لقولك تأديبي الغلام مسيء وأفضل صلاتك خال مما يشغلك وهلما جرى فإن صح الإخبار بالحال وجب رفعها لعدم مباينتها حين إذ للمبتدأ نحو تأديبي الغلام شديد وشر قولهم حكمك مصمطا أي مثبتا نافذا إذ يصح أن تقول حكمك مصمط أربعة أن يكون بعد واو متعين أن تكون بمعنى مع نحو كل مرئ وما فعل أي مع فعله فإن لم يتعين كونها بمعنى مع جاز إثباته فقول الشاعر تمن ولي الموت الذي يشعب الفتاة وكل مرئ والموت يلتقياني السادس جواز تعدده والمبتدأ واحد نحو خليل كاتب شاعر خطيب السابع أن الأصل فيه أن يتأخر عن المبتدأ وقد يتقدم وقد يتقدم عليه جوازا أو جوبا وسيأتي الكلام على ذلك عنوان أربعة الخبر المفرد الصفحة السادسة والستون بعد المئتين خبر المبتدأ قسمان مفرد وجملة فالخبر المفرد ما كان غير جملة وإن كان منثم أو مجموعة نحو المجتهد محمود والمجتهدان محمودان والمجتهدون محمودون وهو إما جامد وإما مشتق والمراد بالجامد ما ليس فيه معنى الوصف نحو هذا حجر ولا يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدأ إلا إذا كان في معنى المشتق فيتضمن نحو علي أسد فأسد هنا بمعنى شجاع فهو مثله يحمل ضميرا مستكرا تقديره هو يعود إلى علي وهو ضمير الفاعل وقد سبق في باب الفاعل أن الاسم المستعار يرفع الفاعل كالفعل لأنه من الأسماء التي تشبه الفعل في المعنى وذهب الكوفيون إلى أن الخبر الجامد يتحمل ضميرا يعود إلى المبتدأ وإن لم يكن في معنى المشتق فإن قلت هذا حجر فحجر يتحمل ضميرا يعود إلى اسم الإشارة تقديره هو أي هذا حجر هو وما قولهم ببعيد من الصواب لأنه لا بد من رابط يربط المبتدأ بالخبر وهذا الرابط معتبر في غير العربية من اللغات أيضا والمراد بالمشتقي ما فيه معنى الوصف نحو زهير مجتهد وهو يتحمل ضميرا يعود إلى المبتدأ إلا إذا رفع الظاهرة فلا يتحمله نحو زهير مجتهد أخواه فمجتهد في المثال الأول فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زهير وهو ضمير الفاعل أما في المثال الثاني فقد رفع أخواه على الفاعلية فلم يتحمل ضمير المبتدأ ومتى تحمل الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا نحو علي مجتهد وفاطمة مجتهدة والتلميذان مجتهدان والتلميذتان مجتهدتان والتلاميذ مجتهدون والتلميذات مجتهدات فإن لم يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدأ فيجوز أن يطابقه نحو الشمس والقمر آيتان من آيات الله ويجوز أن لا يطابقه نحو الناس كسمان عالم ومتعلم ولا خير فيما بينهما عنوان خمسة الخبر الجملة الصفحة الثامنة والستون بعد المائتين الخبر الجملة ما كان جملة فعلية أو جملة اسمية فالأول نحو الخلق الحسن يؤلي قدر صاحبه والثاني نحو العامل خلقه حسن ويشترط في الجملة الواقعة خبرا أن تكون مجتملة على رابط يربطها بالمبتدأ والرابط إما الضمير بارز النحو الظلم مرتعه وخيم أو مستكرا يعود إلى المبتدأ نحو الحق يعلو أو مقدرا نحو الفضة الدرهم بكرش أي الدرهم منها وإما إشارة إلى المبتدأ نحو ولباس التقوى ذلك خير وإما إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة أو بلفظ أعم منه نحو سعيد نعم الرجل فالرجل يعم سعيدا وغيره فسعيد داخل في عموم الرجل والعموم استفاد من الدالة على الجنس وقد تكون الجملة الواقعة خبرا نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط لأنها ليست أجنبية عنه فتحتاج إلى ما يربطها به نحو قل هو الله أحد ونحو نطقي الله حسبي فهو ضمير الشأن والجملة بعده هي عينه كما تقول هو علي مجتهد وكذلك قولك نطقي الله حسبي فالمنطوق به وهو الله حسبي هو عين المبتدأ وهو نطقي وأما فيما سبق فإنما احتيج إلى الربط لأن الخبر أجنبي عن المبتدأ فلا بد له من رابط يربطه به وقد يقع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فالأول نحو المجد تحت علم القلم والثاني نحو العلم في الصدور لا في السطور والخبر في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف وحرف الجر ولك أن تقدر هذا المتعلق فعلا كاستقر وكان فيكون من قبيل الخبر الجملة واسم فائل فيكون من باب الخبر المفرد وهو الأولى لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا ويخبر بظروف المكان عن أسماء المعاني وعن أسماء الأعيان فالأول نحو الخير أمامك والثاني نحو الجنة تحت أقدام الأمهات وأما ظروف الزمان فلا يخبر بها إلا عن أسماء المعاني نحو السفر غدا والوصول بعد غد إلا إذا حصلت الفائدة بالإخبار بها عن أسماء الأعيان فيجوز نحو الليلة الهلال ونحن في شهر كذا والورد في أيار ومنه اليوم خمر وغدا أمر عنوان ستة وجوب تقديم المبتدأ الصفحة السبعون بعد المائتين الأصل في المبتدأ أن يتقدم والأصل في الخبر أن يتأخر وقد يتقدم أحدهما وجوبا فيتأخر الآخر وجوبا ويجب تقديم المبتدأ في ستة مواضع الأول أن يكون من الأسماء التي لها صدر الكلام كأسماء الشرط نحو من يتق الله يفلح وأسماء الاستفهام نحو من جاء وما التعجبية نحو ما أحسن الفضيلة وكم الخبرية نحو كم كتاب عندي الثاني أن يكون مشبها باسم الشرط نحو الذي يجتهد فله جائزة وكل تلميذ يجتهد فهو على هداء فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه واستقبال الفعل بعده وكونه سببا لما بعده فهو في قوة أن تقول من يجتهد فله جائزة وأي تلميذ يجتهد فهو على هداء ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط الثالث أن يضاف إلى اسم له صدر الكلام نحو غلام من مجتهد وزمام كم أمر في يدك الرابع أن يكون مقترنا بلا من التأكيد وهي التي يسمونها لامة الاتداء نحو لعبد مؤمن خير من مشرك الخامس أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة وليس هناك قرينة تعين أحدهما فيتقدم المبتدأ خشية التباس المسند بالمسند إليه نحو أخوك علي إن أردت الإخبار عن الأخ وعلي أخوك إن أردت الإخبار عن علي ونحو أسن منك أسن مني إن قصدت الإخبار عن من هو أسن منك من مخاطبك وأسن مني أسن منك إن أردت الإخبار عن من هو أسن منك نفسك فإن كانت هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر إجازة التقديم والتأخير نحو رجل صالح حاضر وحاضر رجل صالح ونحو بنوا أبنائنا بنونا بتقديم المبتدأ وبنونا بنوا أبنائنا بتقديم الخبر لأنه سواء أتقدم أحدهما أم تأخر فالمعنى على كل حال أن بني أبنائنا هم بنونا السادس أن يكون المبتدأ محصورا في الخبر وذلك بأن يقترن الخبر بإلا لفظا نحو وما محمد إلا رسول أو معنى نحو إنما أنت نذير إذ المعنى ما أنت إلا نذير ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ هو محمد في المثال الأول منحصر في صفة الرسالة فلو قيل ما رسول إلا محمد بتقديم الخبر فسد المعنى لأن المعنى يكون حينئذ أن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع أنها ليست منحصرة فيه بل هي شاملة له ولغيره من الرسل صلوات الله عليهم وهكذا الشأن في المثال الثاني انتهى الشريط التاسع عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العشرون من الكتاب عنوان سبعة وجوب تقديم الخبر الصفحة الحادية والسبعون بعد المائتين يجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربعة مواد الأول إن كان المبتدأ نكرة غير مفيدة مخبرا عنها بغرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعندك بيف ومنه قوله تعالى ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منطهر فإن كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها كقوله تعالى وأجل مسمى عنده لأن النكرة وصفت بمسمى فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة الثاني إذا كان الخبر اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فالأول نحو كيف حالك والثاني نحو ابن من أنت وصبيحة أي يوم سفرك وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن الاسم الاستفهام أو ما يضاف إليه صدر الكلام الثالث إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها ومنه قوله تعالى أم على قلوب أقفالها وقول نصي أهبك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأنه لو تأخر لاستلزم عودة الدمير على متأخر لفظا ورده وذلك ضعيف قبيح منكر راجع الكلام على عودة الدمير في الجزء الأول من هذا الكتاب الرابع أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ وذلك بأن يقترن المبتدأ بإلا لفظا نحو ما خالق إلا الله أو معنا نحو إنما محمود من يجتهد إذ المعنى ما محمود إلا من يجتهد ومعنى الحصر هنا أن الخبر وهو خالق في المثال منحصر في الله فليست صفة الخلق إلا له سبحانه فلو قيل ما الله إلا خالق بتقديم المبتدأ فسد المعنى لأنه يقتضي ألا صفة لله إلا الخلق وهو ظاهر الفساد وهكذا الحال في المثال الثاني عنوان ثمانية المبتدأ الصفة الصفحة الثالثة والسبعون بعد المائتي قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمع فلا يحتاج إلى خبر بل يكتفي بالفاعل أو نائبه فيكون مرفوعا به سادا مسد الخبر بشرط أن يتقدم الوصفة نفي أو استفهان وتقوم الصفة حينئذ بمنزلة الفعل ولذلك لا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصغر ولا تعرف ولم يشترط الأخفش والكوفيون ذلك فأجاز أن يقال ناجح ولداك وممدوح أبنائك ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا نحو ما ناجح الكسولان وهل محبوب المجتهدون أو اسما جامدا فيه معنى الصفة نحو هل صخر هاذان المعاندان وما وحشي أخلاقك ولا فرق أيضا بين أن يكون النفي والاستفهان بالحرف كما مثل أو بغيره نحو ليس كسول ولداك وغير كسول أبنائك وكيف سائر أخواك غير أنه ما عليس يكون الوصف اسما لها والمرفوع بعده مرفوعا به سادا مسد خبرها ومع غير ينتقل الابتداء إليها ويجر الوصف بالإضافة إليها ويكون ما بعد الوصف مرفوعا به سادا مسد الخبر وقد يكون النفي في المعنى نحو إنما مجتهد ولداك إذ التأويل ما مجتهد إلا ولداك فإن لم يقع الوصف بعد نفي أو استفهام فلا يجوز فيه هذا الاستعمال فلا يقال مجتهد غلاماك بل تجب المطابقة نحو مجتهدان غلاماك وحينئذ يكون خبرا لما بعده مقدما عليه وقد يجوز على ضعف ومنه قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت والصفة التي تقع مبتبأ إنما ترفع الظاهرة كقول الشاعر أقاطن قوم سلما أم ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا أو الدمير المنفصل كقول الآخر خليلي ما واف بأحدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع فإن رفعت الصفة الضمير المستتر نحو زهير لا كسول ولا بطي لم تكن من هذا الباب فهي هنا خبر عما قبلها وكذا إن كانت تكتفي بمرفوعها نحو ما كسول أخواه زهير فهي هنا خبر مقدم وزهير مبتدع مؤخر وأخواه فاعل كسول واعلم أن الصفة التي يبتدأ بها فتكتفي بمرفوعها عن الخبر إنما هي الصفة التي تخالف ما بعدها تثنية أو جمع كما مر فإن طابقته في تثنيته أو جمعه كانت خبرا مقدما وكان ما بعدها مبتدعا مؤخرا نحو ما مسافران أخواي فهل مسافرون إخوتك أما إن طابقته في إفرابه نحو هل مسافر أخوك جاز جعل الوصف مبتدعا فيكون ما بعده مرفوعا به وقد أغنى عن الخبر وجاز جعله خبرا مقدما وما بعده مبتدعا مؤخرا عنوان أربع الفعل الناقص الصفحة الفامسة والسبعون بعد المائتين الفعل الناقص هو ما يدخل على المبتدع والخبر فيرفع الأول تشبيها له بالفعل وينصب الآخر تشبيا له بالمفؤول به نحو كان عمر عادلا ويسمى المبتدع بعد دخوله اسما له والخبر خبرا له وسميت هذه الأفعال ناقصة لأنها لا يتم بها مع مرفوعها كلام تام بل لا بد من ذكر المنصوب ليتم الكلام فمنصوبها فمنصوبها ليس فضله بل هو عمده لأنه في الأصل خبار للمبتدأ وإنما نصب تشبيها له بالفضله بخلاف غيرها من الأفعال التامة فإن الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع ومنصوبها فضلة خارجة عن نفس التركيب والفعل ناقص على قسمين كان وأخواتها وكاد وأخواتها وهي التي تسمى أفعال المقاربة عنوان كان وأخواتها الصفحة السادسة والسبعون بعد المائتي كان وأخواتها هي كان وأمس وأصبح وأضح وهل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما درح وما دام وقد تكون أعضى ورجع واستحال وعاد وحار وارتد وتحول وغدى وراح وانقلب وتبدل بمعنى صار فإن أتت بمعناها فلها حكمها ويتعلق بكان وأخواتها ثمانية مباحث واحد معاني كان وأخواتها الصفحة السادسة والسبعون بعد المائتين مع ما كان اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي وقد يكون اتصافه بي على وجه الدوام إن كانت هناك قرينة كما في قوله تعالى وكان الله عليما حكيما أي أنه كان ولم يزل عليما حكيما ومعنى أمس اتصافه به في المساء ومعنى أصبح اتصافه به في الصباح ومعنى أضحى اتصافه به في الضحى ومعنى ظل اتصافه به وقت الظل وذلك يكون نهارا ومعنى بات اتصافه به وقت النبي وذلك يكون ليلة ومعنى صار التحول وكذلك ما بمعناها ومعنى ليس النفي في الحال فهي مختصة بنفي الحال إلا إذا قيدت بما يفيد المضي أو الاستقبال فتكون لما قيدت به نحو ليس علي مسافرا أمس أو غدا وليس فعل ماض للنفي مختص بالأسماء وهي فعل مشبه الحر ولولا قبولها علامة الفعل نحو ليست وليس 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 ولسنا ولسنا لحكمنا بحرفيتها ومعنى ما زال ومن فك وما فتئ وما برح ملازمة المسند للمسند إليه فإذا قلت ما زال خليل واقفا فالمعنى أنه ملازم للوقوف في الماضي ومعنى ما دام استمرار اتصاف المسند إليه بالمسند فمعنى قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أوصاني بهما مدة حياتي وقد تكون كان وأمس وأصبح وأضحى وهل وبات بمعنى صار إن كانت هناك قرينة تدل على أنه ليس المراد اتصاف المسند إليه بالمسند في وقت مخصوص مما تدل عليه هذه الأفعال ومنه قوله تعالى فكان من المغرقين أي صار وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم وقوله فظلت أعناقهم لها خاضعين أي صار وقوله ظل وجهه مسود أي صار عنوان اثنان شروط بعض أخوات كان الصفحة السابعة والسبعون بعد المائتين يسترط في زال وانفك وفتئ وبرح أن يتقدمها نفي النحو لا يزالون مختلفين ولم نبرح علي عاكفين أو نهي كقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين أو دعاء نحو لا زلت بخير وقد جاء حرف نفي منها بعد القسم والفعل مضارع منفي بلا وذلك جائز مستملح ومنه قوله تعالى فالله تفتأ تذكر يوسف والتقدير لا تفتأ وقول امرئ القيس فقلت يمين الله ابرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك واوصالي والتقدير لا ابرح قاعدا ولا يشترط في النفي ان يكون بالحرف فهو يكون به كما مر ويكون بالفعل نحو لست تبرح مجتهدا وبالاسم نحو زهير غير منفك قائما بالواجب وقد تأتي وما يني ورام يريم بمعنى زال ما قصة فيعملان عملها ويشترط فيهما ما يشترط فيها ومنه قول الشاعر فارحام شاعر يتصل نبيا به وارحام مال لا تني تتقطع اي لا تزال تتقطع وقول الآخر اذا رمت ممن لا يريم متيما سنورا فقد ابعدت في رومك المرمى اي لا يزال او لا يبرح متيما ويشترط في ذام ان تتقدمها ما المصدرية الظرفية كقوله تعالى واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ومعنى كونها مصدرية انها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر ومعنى كونها ظرفية انها نائبة عن الظرف وهو المدة لان التقدير مدة دوام حيا انغان تنبيه الصفحة التاسعة والسبعون بعد المئتين زال الناطسة مضارعها يزال واما زال الشيء يزول بمعنى فهب وزال فلان هذا عن هذا بمعنى مازه عنه يميزه فهما فعلان تامان ومن الاول قوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وقد يضمر اسم كان واخواتها ويحذف خبرها عند وجود قرينة دالة على ذلك يقال هل اصبح الركب مسافرا فتقول اصبح والتقدير اصبح هو مسافرا عنوان ثلاثة اقسام كان واخواتها الصفحة التاسعة والسبعون بعد المائتي تنقسم كان واخواتها الى ثلاثة اقسام الاول ما لا يتصرف بحال وهو ليس ودام فلا يأتي منهما المضارع ولا الامر الثاني ما يتصرف تصرفا تاما بمعنى انه تأتي منه الافعال الثلاثة وهو كان واصبح وامس واضحى وهل وبات وصار الثالث ما يتصرف متصرفا ناقصا بمعنى انه يأتي منه الماضي والمضارع لا غير وهو ما زال ومن فك وما فتئ وما برح واعلم ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل عملها فيرفع الاسم وينصب الخبر فعلا كان اوصفة او مصدر نحو يمسي المجتهد مسرورا وامسي اديبا وكونك مجتهدا خير لك قال تعالى قل كون حجارة او حديدا وقال الشاعر وما كل من يبدل بشاشة كائنا اخاك اذا لم تلفه لك منجدا غير 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 ان المصدر كثيرا ما يضاف الى الاسم نحو كون الرجل تقيا خير له فالرجل مجرور لفظا لانه مضاف الي مرفوع محلا لانه اسم المصدر الناقص وان اضيف المصدر الناقص الى الضمير او الى غيره من المبنيات كان له محلان من الاعراب محل قريب وهو الجر بالاضافة ومحل بعيد وهو الرفع لانه اسم للمصدر الناقص قال الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتاة وكونك اياه عليك يسير عنوان اربعة تمام كان واخواتها الصفحة الثمانون بعد المئتين قد تكون هذه الافعال تامة فتكتفي برفع المسند اليه على انه فاعل لها ولا تحتاج الى الخبر الا ثلاثة افعال منها قد لزمت النقص فلم ترد تامة وهي ما فتئ وما زال وليس فاذا كانت كان بمعنى حصر وامس بمعنى دخل في المساء واصبح بمعنى دخل في الصباح واضحى بمعنى دخل في الضحى وظل بمعنى دام واستمر وبات بمعنى نزل ليلا او ادركه الليل او دخل مبيته وصار بمعنى انتقل او ضم وامال او صوت او قطع وفصل ودام بمعنى بقي استمر وانفك بمعنى انفصل وانحلى وبرح بمعنى ذهب او فارق كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها ومن تمام هذه الافعال قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وقوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والارض وقوله فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك قرأ بضمن الصاد من صاره يصوره ولكسرها من صاره يصيره وقول الشاعر تطاول ليلك بالاثمد وبات الخلي ولم ترقض عنوان خمسة احكام اسم كان وقبرها الصفحة الحادية والثمانون بعد المائتين كل ما تقدم من احكام الفاعل واقسامه يُعطى لاسم كان واخواتها لان له حكمه وكل ما سبق لخبر المبتدأ من الاحكام والاقسام يُعطى لخبر كان واخواتها لان له حكمه غير انه يجب نصبه لانه شبيه بالمفعول به واذا وقع خبر كان واخواتها جملة فعلية فالاكثر ان يكون فعلها مضارعا وقد يجيء ماضيا بعد كان وامس وابحى وظل وبات وصار والاكثر فيه ان كان ماضيا ان يقترن بقد كقول الشاعر فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم احد وقد وقع مجردا منها وكثر ذلك في الواقع خبرا عن فعل الشرط ومنه قوله تعالى وان كان كبر عليكم مقامي وقوله ان كان كبر عليك اعراضهم وقوله ان كنت قلته فقد علمته وقل في غيره كقول الشاعر اضحت خلاء واضحى اهلها احتملوا اخنى عليها الذي اخنى على لبدي وقول الاخر وكان طوا كشحا على مستكنة فلا هو ابداها ولم يتقدمي عنوان ستة احكام اسمها وخبرها في التقديم والتأخير الصفحة الثانية والثمانون بعد المائتين الاصل في الاسم ان يلي الفعل الناقص ثم يجيء بعده الخبر وقد يؤكس الامر فيقدم الخبر على الاسم كقوله تعالى وكان حقا علينا مصر المؤمنين وقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار للشيب والهرم وقول الاخر سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول ويجوز ان يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها معا الا ليس وما كان في اوله ما النافية او ما المصدرية فيجوز ان يقال صافية كانت السماء وغزيرا امسى المطر ويمتنع ان يقال جاهلا ليس سعيد وكسولا ما زال سليم واقف واقفا ما دام خالد واجازه بعض العلماء في غير ما دام اما تقدم معمول خبرها عليها فجائز ايضا كما يجوز تقدم الخبر قال تعالى وانفسهم كانوا يظلمون وقال اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون واعلم ان احكام اسم هذه الافعال وخبرها في التقديم والتخير كحكم المبتدع والخبر لانها في الاصل مبتدع وخبر عنوان سبعة خصائص كان الصفحة الثالثة والثمانون بعد المائتين تختص كان من بين سائر اخواتها بستة اشياء واحد انها قد تزاد بشرقين احدهما ان تكون بلفظ الماضي نحو ما كان اصح علم من تقدم وشذت زيادتها بلفظ المضارع في قول ام عقيل ابن ابي طالب انت تكون ماجد النبيل اذا تهب شمأل بليل والاخر ان تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا وشذت زيادتها بينهما في قول الشعر جياد بني ابي بكر انتساما على كان المسومة العرابي واكثر ما تزاد بينما وفعل التعجب نحو ما كان اعدل عمر وقد تزاد بين غيرهما ومنه قول الشعر وقد زادها بين نعمة وفاعلها ولبست سربال الشباب ازورها ولنعمة كان شبيبة المحتال وقول بعض العرب وقد زادها بين الفعل ونائب الفاعل ولدت فاطمة بنت الخرشبي الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم وقول الشاعر وقد زادها بين المعطوف عليه والمعطوف في لجة غمرت اباك بحورها في الجاهلية كان والاسلامي وقول الاخر وقد زادها بين الصفة والموصوف في غرف الجنة العليا التي وجدت لهم هناك بسعي كان مشكور واعلم ان كان الزائدة معناها التأكيد وهي تدل على الزمان الماضي وليس المراد من تسميتها بالزائدة انها لا تدل على معنا ولا زمان بل المراد انها لا تعمل شيئا ولا تكون حاملة للضمير بل تكون بلفظ المفرد المذكر في جميع احوالها ويرى سيبوي انها قد يلحقها الضمير مستدلا بقول الفرزق فكيف اذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي اثنان انها تحذف هي واسمها ويبقى خبرها وكثر ذلك بعد ان ولو الشرطيتين فمثال ان سر مسرعا ان راكبا وان ماشيا وقولهم الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر وقول الشاعر لا تقربن الذهر الى مطرف ان ظالما ابدا وان مظلوما وقول الاخر حذبت علي بطون ضبط كلها ان ظالما فيهم وان مظلوما وقول غيره قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيل ومثال لو حديث التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الا طعام ولو تمرى وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل ثلاثة انها قد تحذف وحدها ويقسمها وخبرها ويعود منها ماء الزائدة وذلك بعد المصدرية نحو اما انت ذا مال تفتخر والاصل لان كنت ذا مال تفتخر فحذفت لام التعليل ثم حذفت كان وعوض منها ماء الزائدة وبعد حذها انفصل الضمير بعد اتصاله فصارت ان ما انت فقربت النون ميما للإدغام وادغمت في ميم ما فصارت اما ومن ذلك قول الشاعر ابا خراشة اما انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الدبع اربعة اما قد تحذف هي اسمها وخبرها معا ويعود من الجميع ما الزائدة وذلك بعد ان الشرطية في مثل قولهم افعل هذا اما لا والاصل افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره فحذفت كان مع اسمها وخبرها وبقيت لا النافية الداخلة على الخبر ثم زيدت ما بعد ان لتكون عوضا فصارت ان ما فادغمت النون في الميم بعد قلبها ميما فصارت اما انتهى الوجه الاول خمسة انها قد تحذف هي واسمها وخبرها بلا عوض تقول لا تعاشر فلانا فانه فاسد الاخلاق فيقول الجاهر اني اعاشره وان اي وان كان فاسدها ومنه قالت بنات العم يا سلم وان كان فقيرا معدما قالت وان تريد اني اتزوجه وان كان فقيرا معدما ستة انها يجوز حلف نون المضارع منها بشرط ان يكون مجزوما بالسكون وان لا يكون بعده ساكن ولا ضميع متصل ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى ولم اكو بغيا وقول الشاعر الم اكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والاخاء والاصل الم اكو واما قول الشاعر فان لم تكو المرآة ابدت وسامة فقد ادت المرآة جبهك ضيغم وقول الاخر اذا لم تقو الحاجات من همة الفتاة فليس بمغن عنك عقد الرتائم فقالوا انه ضرورة وقال بعض العلماء لا بأس بحذفها ان التقت بساكن بعدها وما قوله بداعيد من الصواب وقد قرأ شذوذا لم يكن الذين كفروا عنوان ثمانية خصوصية كان وليس الصفحة الثامنة والثمانون بعد المائتين تختص ليس وكان بجواز زيادة الباء في خبره هما ومنه قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أما كان فلا تزاد الباء في خبرها إلا إذا سبقها نفي أو نهي نحو ما كنت بحاضر ولا تكن بغائب وكقول الشاعر وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا على أن زيادة الباء في خبرها قليلة بخلاف ليس فهي كثيرة شائعة عنوان كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئتين كاد وأخواتها تعمل عمل كان فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وتسمى أفعال المقاربة وليست كلها تفيد المقاربة وقد سمي مجموعها بالذلك تغليبا لنوع من أنواع هذا الباب على غيره لشهرته وكثرة استعماله وفي هذا المبحث ستة مباحث عنوان واحد أقسام كاد وأخواتها الصفحة الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئتين كاد وأخواتها على ثلاثة أقسام واحد أفعال المقاربة وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر وهي ثلاثة كاد وأوشك وكرب تقول كاد المطر يهطل وأوشك الوقت أن ينتهي وكرب الصبح أن ينبلج اثنان أفعال الرجاء وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر وهي ثلاثة أيضا عسى وحرى وخلولقى نحو عسى الله أن يأتي بالفتحة وقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ونحو حرى المريض أن يشفى وخلولقى الكسلان أن يجتهد ثلاثة أفعال الشروع وهي ما تدل على الشروع في العمل وهي كثيرة منها أنشأ وعلق وطفق وأخذ وهب وبدأ وابتدأ وجعل وقام وانبرى ومثلها كل فعل يدل على لبتداء بالعمل ولا يكتفي بمرفوع تقول أنشأ خليل يكتب علقوا ينصرفون وأخذوا يقرؤون وهب القوم يتسابقون وبدأوا يتبارون وابتدأوا يتقدمون وجعلوا يستيقظون وقاموا يتنبهون وانبروا يسترشدون وكل ما تقدم للفاعل ونائبه واسم كان من الأحكام والأقسام يعطى لاسم كادا وأخواتها عنوان اثنان شروط خبرها يشترط في خبر كادا وأخواتها ثلاثة شروط واحد أن يكون فعلا مضارعا مسندا إلى ضمير يعود إلى اسمها سواء أكان مقترنا بأن نحو أو شك النهار أم ينقضي أم مجردا منها نحو كاد الليل ينقضي ومن ذلك قوله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا وقوله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ويجوز بعد عسى خاصة أن يسند إلى اسم ظاهر مجتمل على ضمير يعود إلى اسمها نحو عسى العامل أن ينجح عمله ومنه قول الشاعر وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زيادي ولا يجوز أن يقع خبرها جملة ماضية ولا اسمية كما لا يجوز أن يكون اسما وما ورد من ذلك فشاذ لا يلتفت إليه وأما قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعماق فمسحا ليس هو الخبر وإنما هو مفعول مطلق لفعل محذوف هو الخبر والتقدير يمسح مسحا اثنان أن يكون متأخرا عنها ويجوز أن يتوسط بينها وبين اسمها نحو يكاد ينقض الوقت ونحو طفق ينصرفون الناس ويجوز حذف الخبر إذا علم ومنه قوله تعالى الذي سبق ذكره فطفق مسحا بالسوق والأعناق ومنه الحديث من تأنا أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد أي كاد يصيب وكاد يغطئ ومنه قول الشار ما كان ذنبي في جار جعلت له عيشا وقد ذاق طعم الموت أو كربا أي أي كرب يذوق وتقول ما فعل ولكنه كاد أي كاد يفعل ثلاثة يشترط في خبر حرى وخلو لقى أن يقترن بأمن عنوان ثلاثة الخبر المقترن بأمن الصفحة الثانية والتسعون بعد المائتين كاد أخواتها من حيث اقتران خبرها بأمن وعدمه على ثلاثة أقسام واحد ما يجب أن يقترن خبره بها وهما حرى وخلو لقى من أفعال الرجاء اثنان ما يجب أن يتجرد منها وهي أفعال الشروع وإنما لم يجد اقترانها بأمن لأن المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال وأن للاستقبال فيحصل التناقض باقتران خبرها بها ثلاثة ما يجوز فيه الوجهان اقتران خبره بأمن وتجرده منها وهي أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء غير أن الأكثر في عسى وأوشك أن يقترن خبره ما بها قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وقال الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا وتجريده منها قليل ومنه قول الشاعر عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وقول الآخر يوشك من صر من منيته في بعض غراته يوافقها والأكثر في كاب وكرب أن يتجرب خبرهما منها قال تعالى فذبحوها وما كاد يفعلون وقال الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب واقترانه بها قليل ومنه الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا وقول الشاعر سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمى وقد كربت أعماقها أن تقطعها عنوان أربعة الصفحة الثالثة والتسعون بعد المائتي حكم الخبر المقترن بأن والمجرد منها إن كان الخبر مقترنا بأن مثل أو شكت السماء أن تمطر وعسى الصديق أن يحضر فليس المضارع نفسه هو الخبر وإنما الخبر مصدره المؤول بأن ويكون التقدير أو شكت السماء ذامطر وعسى الصديق ذا حضور غير أنه لا يجوز التصريح بهذا الخبر المؤول لأن خبرها لا يكون في اللفظ اسمها وإن كان غير مقترن بها نحو أو شكت السماء تنطر فيكون الخبر نفس الجملة وتكون منصوبة محلا على أنها خبر عنوان خمسة المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها الصفحة الثالثة والتسعون بعد المائتين هذه الأفعال كلها ملازمة صيغة الماضي إلا أو شك وكاد من أفعال المقاربة فقد ورد منهما المضارع والمضارع من كاد كثير شائع ومن أوشك أكثر من الماضي ومن ذلك قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار والحديث يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا عنوان ستة خصائص عسى وخلولق وأوشك الصفحة الرابعة والتسعون بعد المائتين تختص عسى وخلولق وأوشك من بين أفعال هذا الباب بأنهن قد يكن تامات فلا يحتجن إلى الخبر وذلك إذا وليهن أنوى الفعل فيسندن إلى مصدره المؤول بأن على أنه فاعل لهم نحو عسى أن تقوم واخلولق أن تسافر وأوشك أن ترحل ومنه قوله تعالى عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وقوله عسى أن يهديني ربي وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا إذا لم يتقدم عليهن اسم هو المسند إليه في المعنى كما رأي فإن تقدم عليهن اسم يصح إسنادهن إلى ضميره فأنت بالخيار إن شئت جعلتهن تامات وهو الأفصح فيكون المصدر المؤول فاعلا لهن نحو علي عسى أن يذهب وهند عسى أن تذهب والرجلان عسى أن يذهبا والمرأتان عسى أن تذهبا والمسافرون عسى أن يحضروا والمسافرات عسى أن يحضرنا بتجريب عسى من الضمير وإن شئت جعلتهن مع قصات فيكون اسمهن ضميرا وحينئذ يتحملن ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا مطابقا لما قبلهن إفرادا أو تثنية أو جمعا وتذكيرا أو تأنيثا فتقول فيما تقدم من الأنثلة علي عسى أن يذهب وهند عسى أن تذهب والرجلان عسى أن يذهبا والمرأتان عسى أن تذهبا والمسافرون عسوا أن يحضروا والمسافرات عسينا أن يحضرنا والأولى أن يجعلن في مثل ذلك تامات وأن يجردن من الضمير فيبقينا بصيغة المفرد المذكر وأن يسندن إلى المصدر المؤول من الفعل بأن على أنه فاعل لهن وهذه لغة الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم وهي الأفصح والأشهر قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولو كانت ناقصة لقال عسى وعسين بضمير جماعة الذكور العائد إلى قوم وضمير جماعة الإناث العائد إلى نساء واللغة الأخرى لغة تميم وتختص عسى وحدها بأمرين واحد جواز كسر سينها وفتحها إذا أسندت إلى تاء الضمير أو نون النسوة أو نا والفتح أو لا لأنه الأصل وقد قرأ عاصم فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين وقرأ الباقون عسيتم بفتحها اثنان أنها قد تكون حرفا بمعنى لعل ستعمل عملها فتنصب الاسم وترفع الخبر وذلك إذا اتصلت بضمير المصب وهو قليل فقول الشاعر فقلت عساها نار كأس وعلها تشك فآتي نحوها فأعودها فتسمع قولي قبل حتف يصيبني تسر به أو قبل حتف يصيدها عنوان خمسة أحرف ليس أو الأحرف المشدهة بليس في العمل الصفحة السادسة والتسعون بعد المائتين أحرف ليس هي أحرف نفي تعمل عملها وتؤدي معناها وهي أربع ما ولا ولا تا وإن عنوان ما المشبهة بليس الصفحة السادسة والتسعون بعد المائتين تعمل ما عمل ليس بأربعة شروط واحد ألا يتقدم خبرها على اسمها فإن تقدم بطل عملها كقولهم ما مسيء من أعتب اثنان ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها فإن تقدم بطل عملها نحو ما أمر الله أنا عاصم إلا أن يكون معمول الخبر ظرفا أو مجرورا بحرط جر فاجوز نحو ما عندي أنت مقيما وما بك أنا منتصرا أما أما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه دون لسم بحيث يتوسط بينهما فلا يبطل عملها وإن كان غير ظرف أو جار ومجرور محو ما أنا أمرك عاصيا ثلاثة ألا تزاد بعدها فإن زادت بعدها بطل عملها كقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف أربعة ألا ينتقض نفيها بإلا فإن انتقض بها بطل عملها كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة وقوله وما محمد إلا رسول وذلك لأنها لا تعمل في مثبت فإن فقد شرط من الشروط بطل عملها وكان ما بعدها مبتدأ وخبر كما رأيت ويجوز أن يكون اسمها معرفة كما تقدم وأن يكون نكرة نحو ما أحد أفضل من المخلص في عمله وإذ كانت ما لا تعمل في موجب ولا تعمل إلا في منفي وجب رفع ما بعد بل ولكن في نحو قولك ما سعيد كسول بل مجتهد وما خليل مسافرا ولكن مقيم على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي بل هو مجتهد ولكن هو مقيم وتكون بل ولكن حرف اتداء لا عاطفتين إذ لو عطفتا لقتضى أن تعمل ما فيما بعد بل ولكن وهو غير منفي بل هو مثبت لأنهما تقصضيان الإيجاب بعد النفي فإن كان العاطف غير مقتض للإيجاب كالواوي ونحوها جاز نصب ما بعده بالعطف على الخبر وهو الأجود نحو ما سعيد كسول ولا مهملا وجاز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف نحو ما سعيد كسول ولا مهمل أي ولا هو مهمل وهكذا الشأن في ليس فيجب رفع ما بعد بل ولكن في نحو ليس خالد شاعرا بل كاتب ويجوز النصب والرفع بعد الوا ونحوها مثل ليس خالد شاعرا ولا كاتب أو ولا كاتب والنصب أو لا واعلم أن ما هذه لا تعمل عمل ليس إلا في لغة أهل الحجاز الذين جاء القرآن الكريم بلغتهم وبلغة أهل اتهامة ونجد لا تعمل ولذلك تسمى ما النافية الحجازية وهي نافية مهملة في لغة تميم على كل حال فما بعدها مبتدأ وخبر عنوان لا المشبهة بليس الصفحة الثامنة والتسعون ومئتين لا المشبهة بليس مهملة عند جميع العرب وقد يعملها الحجازيون اعمال ليس بالشروط التي تقدمت لما ويزاد على ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ونظر أن يكون اسمها معرفة كقول الشاعر وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا وقد جاء مثل ذلك للمتنبي في قول إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا وقد أجاز ذلك بعض علماء العربية الفضلاء والغالب على خبر لا هذه أن يكون محذوفا كقوله من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح أي لا براح لي ويجوز ذكره كقول الآخر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا واعلم أن لا المذكورة يجوز أن يراد بها نفي الواحد وأن يراد بها نفي الجميع فهي محتملة لنفي الوحدة ولنفي الجنس والقرينة تعين أحدهما فإن قلت لا رجل حاضر صح أن يكون المراد ليس أحد من جنس الرجال حاضرا وأن يكون المراد ليس رجل واحد حاضرا فيحتمل أن يكون هناك رجلان أو أكثر ولذلك صح أن تقول لا رجل حاضرا بل رجلان أو رجال أما لا العاملة عمل إن فلا معنى لها إلا نفي الجنس نفيا عاما فإن قلت لا رجل حاضر كان المعنى ليس أحد من جنس الرجال حاضرا لذا لا يجوز أن تقول بعد ذلك بل رجلان أو رجال لأنها لنفي الجميع واعلم أن الأولى في لا هذه أن تهمل ويجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا وإذا أهملت فالأحسن حينئذ أن تكرر كقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عنوان لاتا المشبهة بليس تعمل لاتا عمل ليس بشرطين واحد أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان كالحين والساعة والأوان ونحوها اثنان أن يكون أحدهما محذوفا والغالب أن يكون المحذوف هو اسمها كقوله تعالى ولا تحين مناص ومنه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتعم بتغيه وخيم ويجوز أن ترفع المذكور على أنه اسمها فيقول المحذوف منصوبا على أنه خبرها على أن هذا الوجه قليل جدا في كلامهم واعلم أن لاتا إن دخلت على غير اسم زمان كانت مهملة لا عمل لها كقوله لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير واعلم أن من العربي من يجر بلاتا والجر بها شاذ قال الشاعر طلبوا سلحنا ولا تأوان فأجبنا الليس حين بقاء وعليه قول المتنبي لقد تصبرت حتى لا تمستبر والآن أقحم حتى لا تمقتحم انتهى الشريط العشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة